موسيقى أهلا بكم من مقر عائلة كتب على لبنان أن يحمل كنيتها في سنواته الأخيرة وأن يحتفظ بهذا المر في أفواه بنيه دون أن يلتمس وعدا بنزعي على القمه السياسي والاجتماعي والمالي ولكننا الآن نتحدث عن اسم علم عن بيت أسس للزعامة السياسية في المتن وعارينه أبا عن ابن عن جد وهذه الزعامة واجهت تحديات وانتقادات وحروبا منها أحيانا وعليها أحيانا أخرى غاب الأبو المؤسس أبو الياس وحجب الياس ظهوره لسنوات ليمنح المقعد السياسي لنجله ميشان وبعد سنوات على هندسة عمارته السياسية وتدوين مواقفه على حبر الجمهورية يخرج الياس المر من الورق ومرحلة الشرطة الدولية إلى الأرض والناس والمنتدى السياسي الذي خاض معه تجربة الدولة لا يزال المر يحمل جراحا علمت في العقل والروح قبل الجسد ذات تموز 2005 وهو الذي يشغل منصب وزير دفاع البلاد والذي لليوم تهتز دفاعاته وتخرق سيادته في آن الياس ميشال المر مطلوب الآن للانتربول السحفي فهل سيكون مستعدا لكلام مر؟ وأي توجهات سيسلكها على الخارطة السياسية اللبنانية؟ نحاول استطلاع الأجوبة في هذه الحلقة الاستثنائية مباشرة من العمارة بس هل خير دكتوري أسهل نور أهلا وسهلا فيك ومن فريد اللي معيك أهلا فيك أهلا فيك أول شي تتشبوث صحتك منيحة الحمد الله الحمد الله تطمنا عمناك مناسبة لنقلك ألف الحمد الله على السلامة من بعد الحادث الأليم يلي مر بإسبانيا والحادث يلي تعرضت له بس ملا فينا نطمنا للعالم أنك بألف خير أهلا فيك دولت الرئيس ليش رجعت؟ ليش رجعت؟ رجعت لأنه بيقولوا إذا الإنسان ربح العالم وخصر نفسه شو بيستفيد؟ كيف إذا ربح العالم وخصر بلده عونيك الكارسي الأكبر لأنه إذا خصر بلده بيكون خصير بلده ونفسه رجعت لأنه أولا اشتقت للبنان اشتقت لبلدي اشتقت لأهلي اشتقت لأصحابي اشتقت لعائلتي واشتقت لأصدقائنا بالمثل واشتقت كمان أنه يمكن حين الوقت أعمل شي لبلدي والراجعة بالظروف الصعبية هي أهم تحدي للإنسان يعني رجعت بالوقت يلي العالم عم تهرب فيه؟ أنا بالنسبة إلي رجعت بالوقت المناسب لأنه اللبناني صلب وقوي وشفنا خلال السنين كل الناس اللي هربت أو فلت رجعت أنا ما تركت لأنه هربت تركت لأنه جاني ظرف يشتغل وفرصة اتعلم مع الانتربول دولي ورجعت لأنه معتبر أنه لازم رجل دولي أو المسؤول أو الإنسان اللي بيتعاطى شأنعام هو يكون قدوي للناس ويقول البلد عم بيمرق بمحنة بس ما لازم نفل لازم نرجع ونقاتل لبلدنا مطلس بعد عشر سنين عرأس مؤسسة الانتربول وأصبحت في عوالم أخرى وفضاءات أوسع شو عندك هون قلت اللي وصفت اللي هلأ ليش رجعت وأنك حامل مشروع عملياً رجعت تتعمل شي للبلد رح نحكي بهيدا المشروع بعدين قدمت استقالتك قبل نهاية ويليتك على رأس مؤسسة الانتربول بالـ 2028 وقلت أنه أنا الأوان أنه أرجع لبيتي لعيتي لبلدي وما إلى ذلك مش غريب شوي هيدا الموضوع أنه واحد يكون على رأس مؤسسة دولية مثل مؤسسة الانتربول ويترك قبل ست سنين من انتهاء ويليتو هيدا أثار شكوك وطرع علامات استفاهم عند الناس بلنا نوضحها اليوم أول شي أنا كانت فترة انتخابي أنا ما تعينت أنا موظف كنت أنا انتخبت من 197 دولة من العالم وأنا جاي من بلد صغير ومن منطقة اسم المتن ومن ضايعة اسم التغرين يعني ما خلقان بفيرساي أو بنيويورك وكان شرف بالنسبة إلي أنه بهالشورتليست أو بهالليحة اللي تقررت مين ممكن يستلم هالمقعد اللي بهالعالم فيه 7 مليار نسمة قالوا هذا الإنسان أعتبرت التجربة بتسوى أنه الإنسان يخوضه ليش فليت؟ لأنه انتخبوني أصلا على 7 سنين لمخلصوا 7 سنين كان فيه نوع من جو أنه إذا ممكن تمدد أنا ضد التمديد بالمبدأ بس بمنظمة دولية يعني مش عم بنتخبوكي هون لمجلس نواب والدول أعتبرت يمكن فيه أسباب إقليمية وفيه المشاكل اللي قامي بأوكرانيا والعالم مقصوم نعم بين الصين وروسيا وأمريكا وإلى ما هو لديك يمكن فيه ريزون ديتاب والفرنسوي سبب جوهري يستوجب يستوجب أنه نقطع مرحلي بس أنا ما غشيت لطلب إذا بكمل قلت لهم لفترة أصيري لأنه أنا أنجزت لأنه أنا عندي قاعدة بحياتي معلمة لنفسي كل الناس بيعرف تفوت اللي بيعرفوا يظهروا بيعرفوا يظهروا بيعرفوا أي ساعة يظهروا ما هي ذاتها إذا ظهرت بتوقيت خاطئ بيظهر الإنسان مزلول بيظهر الإنسان خسران بيطلع الإنسان مكسور أنا شفت أنه ما بقى فيه أعطيه مبتز دولت الرئيس بدي خبر الناس عاتفاقية أنا وياك إن إحنا ما عنا سقوف ما في شيء ممنوع نسأله هيك قلت اللي قلت لها في شيء ممنوع تسألي ما فيه سقف سألتني إذا سقفنا بيحمل قلت لك سقفنا السماء نحنا رح نحكي الأمور متل ما هي بلا كفوف رح نبدت كل علامات الاستفهيم يلي ممكن للناس تطرحهم وأزوبة سريعة هنا كمان يقول أنه ليس المر اشترى منصب رئاسة مؤسسة الانتربول هلأ عم تقول حضرتك أنك انتخبت من أصل 197 دولة إذن سقطت هذه الفرضية في شيء غريب بيقول هيئة الإشراف حضرتك قدمت استيقالتك وترافق الأمر مع حل هذه المؤسسة مؤسسة الانتربول يلي هي تنكون واضحين هي ليست مؤسسة الانتربول الأمنية هي عندها برامج أمنية عالمية مثل مكافحة الإرهاب مثل مكافحة تهريب المخدرات جريم الإلكترونية تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر حماية التراث الثقافي جريمة المركبات منع تهريب البضائع وغيرها هيئة الإشراف الفيدرالية السويسرية بأيلول 2023 أخذت قرار أن تحل هذه المؤسسة حلة وتصفيتها بتشرين تاني عرض هذا البند على جمعية العاملة الانتربول الجمعية ال91 واتخذ قرار حل هذه المؤسسة يعني كنت عارف حضرتك سلف أنه هذه المؤسسة رح تسكر رح تنحل ورح تتصفى ما بتجي هون البعض اعتبر أنه استئالتك هي عبارة عن تكتيك لخروج بعدها كانت قول يعرف الواحد أمتى يخرج لخروج ممنهج يحفظ ماء الوجه أنه أحسن ما تسكر المؤسسة وقولوله لليس المور خلاص سكرنا منيح سؤال ما حدا سأله قبليك طالع فيه بالإعلام هيك لأنه الناس ما تعرف اللي كتبوا ما بيعرفوا التفاصيل مشانيك عم نطرحه أولا المؤسسة تفية تنحل بدأت تنحل بيطلب مني يعني أنا قدمت استئالتي مع كتاب لدولة السويسرية لحل المؤسسة لسبب لأنه المؤسسة لم خلقت من الدول ولم انتو خبت على رأسها وفيها عضو أمين عام مؤسسة منظمة الانتربول يعني هو اللي اليوم نعم رقم واحد بالانتربول كان عضو بالمجلس طبعي يعني كنت برأس المجلس هو عضو هذا الامين العام للأمانة يلي قال هذه الانجازات ما كانت لتتحقق لولا دولة الرئيس الياس المر رح نحكي عن الانجازات بعدين كتر خيرو تفضل عملت واجباتي بولي كان كتر خيرو الناس طرفي أو يتنكران جميل وما كان موجود على كل حال وهو شخص محترم وقره تاريخ أمني وهذا كتير كبير وكمان تاريخ سنتجي بس اللي بدي أقوله أطلقنا سبع مشاريع عالمية استفادت منه 197 دولة بالعالم من ضمنا لبنان شيء أكيد هال 197 دولة اللي استفادت وبعدها عم تستفيد لغاية اليوم خلصوا هالمشاريع أطلقناه هون استفادت منه الدول إذا أنا طالب موقع شرف ما خلصت شغلي وهون بين هلالين لأنه كمان الإنسان لازم يكون حافظ جميل الدور الأكبر اللي آمن بهالمشاريع العالمية وكان سباق هو دولة الإمارات العربية اللي إجيت قالت نحنا open لهالمشاريع اللي بدكنيه يعني مولت بمخصوم التمويل كل شيء بكل طاقة دولة بالنهاية مش قصة تمول هي دولة آمنت بالأمن العالمي واعتبرت أنه العالم بالإرهاب بالمخدرات بالإتجار بالأطفال بالإتجار الأعضاء طبع الأطفال وغيره وغيره آمنت بهذا المشروع ودعمت أكيد بس مش هوني بس هذا المهم المهم كمان أنه أنجزنا هذه المشاريع استفادت مننا هذه الدول ورح تستفيد منها طول العمر هنسكر شويه يبقى أعمل شو بالخمسة السنين الباقي عشان نسكر جزء من المشاريع يلي أنجزت يلي معت في إلي لزوم إلا أقعد لمنصب شرف هذا مش طالبه خلص أنجزت توقيت الظهرة بيظهر الإنسان اللي بيكون بقمة الإنجازات اللي حطها اللي نوضعه دوليا وأنجزه أبقى لقص شراية وكوكتلات مش شغلتي ما بعرف عنه نحا بكلمتين أول شي اللي بنحكي بمنظمة الأنترفول ومؤسسة الأنترفول مش عم نحكي عن جريمة عادية يعني مش عم نحكي عن شخص خطف الثاني أو أطلق النار على الثاني أو سرق الثاني لا عم نحكي بمجرمين معفية وجريمة منظمة جريمة منظمة يعني بل يكون مجموعة من الإرهيبيين أو من المجرمين اتفقوا على عمل إجرامي ما بالعالم بهالفترة من خلال المشاريع اللي أطلقتها واشتغلت عليها عنا 9000 موقوف بالعالم من هؤلاء المجرمين العالميين اللي هي المافيات العالمية والإرهاب وغيره تاني شي في هالعشر سنين وهون أرقام أكيد على حجم العالم كبير على حجم لبنان أكبر أكيد 1.82 مليار بحث وتحر في العالم أطلقنا توقف 1.3 مليون نتيجة نتيجة غير 9000 المافيوزي الكبار أو الإرهابيين الكبار 140 سلعة غير قانونية مزورة منروح على التحف منروح على داعش الأيكونات اللي انسرقت من الكنائس أو الأسارات اللي انسرقت من الجوامع أو أو نسرقت ورجعت نردت منروح على 221 ألف طون من المخدرات اللي كانت عم تتوزع على المدارس وعولادنا بلبنان وبالعالم ضبطت وتوقفوا رؤساء هذه المافيات منروح على 135 ألف قطعة أسارية الفاتيكان عم يفتش عليهم أسارات وهول نضبطوا ونردوا ومنروح على 26 ألف تحقيق نعملوا بجرائم المركبات يعني السيارات اللي ارتكب فيها جرائم نضبطوا منروح على الأهم من كل هول على 34 ألف ندوة تدريب نعملوا بالعالم لندرب الشرطة والأمن بالعالم والقضاء اللي مقتص بالجرائم هذه المنظمة نعمل لهم دورات تدريبية بكل عالم ليقوموا بشغلهم يعني تم نفوت بكتير تفاصيل لأن المواطنين أكيد يهمون الوضع اللبناني والأقليمي بس أنهم عمل كان ضروري نمر لأنهم كان يهم هجم على صعيد العالم بتقليلي ما طلع دعاية كتير لأنه شغل الأمن هو الصمت الشغل الأمن من وفصاحة الشغل الأمن هو الشغل صامت بس شغل شو بقولوا بالفرنسي بقولوا يعني بتعملي ألف شغلي بتصير شغلي حدث بشوفوا الحدث اللي صار حق العالم بس تكون عاملي ألف شغلي ضابطة ألف إرهابي موقفتيون أو تسع تلاف متل ما بتصير عملية واحدة بتضرب كل هذه لهالسبب عمل صمت المهم تكون بينك وبين نفسك وتجاه الناس عارفة شو عاملي وتجاه دول العالم هني بيعرفون إحنا شو عاملين وهني بيعرفوا المجموعة اللي كانت عم تشتل معي اللي كانت عم برقسة كمان شو عملي وهذا كافي الإنسان بالمستقبل خلي التاريخي بقي حكم أكتفي بهذا القدر بموضوع الانتربول لأنه توضحت الأمور وهلأ عملياً صار الموضوع ورانا جايين إن شاء الله بعد ما بعد ما ما تركت فعلياً إن شاء الله بالأشهر المقبلة اللي بيصير فيه التدابير الإدارية كلها بتخلص بتركوا بارتاح مهيئياً من هالعشر سنين اللي كانوا كتير متعبين ولكن كان فيه نسروي من العلم والخبرة إن شاء الله نقدر نعطي بلدنا واحد بالمئة منه كيف سيعود الياس المر إلى الحياة السياسية في لبنى من أي باب هلأ الحياة السياسية في لبنان اليوم تحديداً ما في حياة سياسية لنحكي صراحة اليوم نحن عايشين بمزرعة مزرعة البلد اليوم مفتوح مكشوف فلتان شارية الغاب الناس بتقتل بعض على الطريق بتنهب بعض على الطريق نفتح الإعلام نشوف ناس عم تشتم بعضها سياسيين عم تسبوا بعضهم أحساب عم تسب بعضها ناس عم تكون بعضها معنات العمل السياسي اليوم بكل صراحة مقرف مقرف لا أخلاقي بتعتبره وصفتوا أنت بالنسبة ما بدي أقول بس لأخلاقي بدي أقول يعني ما كمانا الناس فقرت وتبهدلي وجاعت وبعدها عم بتجوع وبتفتح التليفزيونات وبتفتح الجرائد وبتفتح وبتشوف سوشيال ميديا وغيرها شتب ومثبات طيب ما بدنا نريح الناس شوي بدنا نعطيها نفس إيجابي بدنا نخليها ترجع تبني لبنان مثل ما اللبناني بني بلده بخلال من الثلاثة واربعين لليوم كمم حطة مرأة فيها البلد وكمم حطة قدر اللبناني أنجز كلها أنجزات كلها أنجزات بس يتركوا الناس ترتاح يتركوا الناس تعيش بكفي دينجوجي بكفي حكي بلا طعمي بكفي نشتهم ببعضنا مشروعي اليوم أنا من فترة تقدمت لوزارة داخلية بعلموا خبر لأنشاء طيار سياسي اسمه طيار الجمهورية حلو اليوم عم بحكي فيه يعني هلأ عم تطلق أنت طيار سياسي نعم ده مش كان مفروض أنه مشروع نحنا سمعنا فيه بس كان مفروض ينطلق بأول السنة صحيح ولكن إجيت أحداث غزة وجنوب لبنان والحرب اللي قائمة أكيد بدو يعطي الإنسان أولويه ما فيك تطلق أي حركة سياسية بظل الوضع القائم تأجلت شوي بس تروق الأمور فإذا عم نخبر الناس أنه في حزب جديد على الساحة اسمه طيار الجمهورية هو حزب سياسي اسمه حركة الجمهورية حركة نعم لأنه الحركة بالفرنسي بيسموها الموفمان يعني مثلا إذا بطلع بالأحزاب الفرنسية كله موفمان هي الحركة الناس ما بتحب الأحزاب كلمة حزب يعني أنا اليوم إذا أولادي قالولي بدنا ندخل على حزب بنقاذ كل الأحزاب فيها خير وبركة ما عم بحكي شي بس عم أقول كلمة حزب يمكن قاسي بس عاي قاعدة دولت الرئيس ونحن ببلد أنون الأحزاب فيه معظم أنت كنت وزير داخلية وبتعرف شو هو أنون الأحزاب ومعنى أنون أحزاب فما هي القاعدة التي سيقوم عليها ستقوم عليها حركة الجمهورية حركة الجمهورية عنوانا صعب وبسيط صعب لأنه بدو شغل ما بدو حكي بالإعلام ونسيب بعضنا رح بلش بالمتن اللي هي منطقتي وإن شاء الله مننطلق على بقية المناطي شو قصصوا هذه الحركة؟ أول شي لنحط شو الناس بحاجة اليوم هل الناس بحاجة اليوم نعمل لعقيدة حزب سياسي ما بفتكر ويمكن ثلاثة ربائع اللي منخرطين بالأحزاب ما بيعرفوا عائدة حزبون في حماس عند الشباب بالجامعات وينما كان بس عائدة الحزب يمكن الأجيال قبل اللي كان فيه أحزاب قديمة وإلى تاريخ وأحزاب بتعرف اليوم الجيل بروح بالحماس بروح دي وهذا شي طبيعي كلمة كنا الشباب وكنا نتحمس وهذا أنا الحركة اللي عمفكر فيها أولا ما بدي فوت بسجالات سياسية مع حدا ولا بدأت نافس مع أي حزب لأنه مشروعي مختلف شو هو المشروع؟ أعطيني قصص المشروع شو بكل قرية في المتن ومن ثم على مستوى لبنان على مستوى لبنان وتحديدا لو بدي أحكي كلام ما بحب أحكي بس هذا الواقع البناطق المسيحية تحديدا شو حاجة كل قرية مش أنا بدي أعرف اليوم صار عنا بالمتن بس ألف شاب وصبي عم بيشتغلوا بالقرة طبعهم وعم بيحضروا لقراهم بإشرافي وبالعمل اليومي مع النائب ميشيل المور شو حاجات كل قرية أنا اليوم عندي شبكة علاقات إقليمية ودولية كتير كتير لنتيجة الشغل اللي اشتغلته على العشر سنين وحتى الشغل اللي اشتغلته بالخمسة عشر سنة السابقة كناب رئيس وزارة وزير داخلية ودفاع ما جينا إلا للناس هيك بدنا نعملكون لأنه كل قرية مختلفة عند تاني أنتو شو عايزين الناس بدأ ماء ينظيفي بدأ كهرباء تضوي يمكن بدأ طاقة شمسية بدأ تعليم بدأ تسئيف بدأ تدريس الناس ببيوتة اليوم ما في يدرس ولادة ما عنده كهرباء عم نجرب نخلق بكل ثلاث أربع كرة موقع لتروحوا الطلاب تقدر تفتح كومبيوتر تفتح لابتوب آيباد تدرس تقرأ نأمن هالشي كل ما نزيد الثقافي ببلدنا كل ما نزيد التعليم كل ما نساعد بالتطبيب نسل تحفظ توصفات بالقرى وهلا بقلك ليش عم بحكي عنه فقط إلى أسباب مش لأني عم بتفلسف كل ما نحنا نخفف الشحن بالسياسي والمنافسي اللي أنا برأي مقلة طعمي وكل ما نقدر نحسن ببلدنا ليش؟ بعض الخبرة العاش سنين بالمجتمع الدولي تعلمت شغلي ما حدا بساعدك إذا عم تحكي سياسي لأنه ولا دولي بتحب تفوت وتقول أنا معها علينا عم بحكي معها الفريق ضدها الفريق معناتها إذا بدون يكونوا معها الفريق ضدها الفريق بساعدوا تحت الطولة اللي بسموه التمويل السياسي أما المشاريع الإنمائية السقفية الطبية وغيرها بتبلش من المجموعة الأوروبية بتنتقلي لدول الخليج بتنتقلي لكثير من دول العالم مستعدة تساعد إذا عندك برنامج هالبرنامج أهم شي ما تكوني أنت وضعتي يكون ولاد القرى وضعينه نحن متبنينه ومن خلال علاقاتي اقدر وعلاقات مجموعة لهم تشتغل معي النقطة الثانية اللي بحب إليكيها في موضوع أهم بالنسبة إلي بكمل هذا المشروع في ملايين من المسيحيين في الشرق خليني هيدا الفكرة عرفتها بدي أحكي معك فيها بس خليني بهيدا النقطة تمنح المراحل لأنه هيدا كمان عنوان مهم موضوع المسيحيين بالشرق وكيف أنت عم تفكر فيها رح نجح نحكي فيها ضد الرئيس بس خليني هون بنقطة كتير أساسية لا تمر مرور الكرام ما بدك تعملوا برنامج سياسي لحتالي ما تنقذ العالم وتفوت بالأحزان بس أنت عارف أنك بدك تفوت بمعركة أخطر من المعركة السياسية بموضوع الإنماء لأنه هذا هو المرتكس يلي كل الناس بترتكز عليه هون اللي عدتهم لحتالي آخر شي وين بدك تستثمره؟ بالسياسي والإنتخابات ممتاز يعني شو تغيرت عن غيرك؟ ما عملت شي شلت عنو أنو ما بده عمله برنامج سياسي ما بدي لبسه لبوس السياسي ما بدي يسميه حزب ولكن بالنهاية يعني بالأريار طبعه سألت سؤال حضرتك مهند مهار الانتخابات إذا لازم تنتخب للشعارات الرناني اللي تطبيقه على الأرض سفر أو للمشاريع المتواضعة على قد كل قرية في لبنان وتحقق منها إشياء لا تجي تقول هذا المشروع السياسي اللي أنا بدي إيه أنا ما بدي يجي اليوم الياس المري يقول لي أنا بكرة بدي حرر الجولان ماني قادر حرر شي ماني قادر أنا بدي شلح السلاح ماني قادر أنا بدي أعمل ماني قادر هاش بقى نخوف الناس معيشهم بجو شحن طائفي ونعبي هالجيل اللي عم بيطلع جديد بشعارات رناني ماني قادرين نطبق بس ضليتك بالنهج القديم دولت الرئيس ضلينا بالنهج القديم يعني أنا مثلا كبنت المتن كنت بتوقع أنك تقول لي بدي أخلق فرص عمل بين هلين للشباب بدي أعمل مصنع يمكن أو بدي أفتح مؤسسة طويلة يقدروا يشتغلوا مش يضلوا بحاجة لإلي لا هن يتطببوا أو لا هن يحصلوا على الكهرباء أو لا هن يحصلوا على الماء أو لا هن يتعلموا أو لا تندفعوا أسطاطهم بالمدارس أو ما إلي ذلك بس بدي نقطة قلتك أنا بنت المتن صح حضرتك من بس كنت صح جارة التغريب يعني نحنا مصاهرين نكون بس بحي بقول للمشاهدين إنه أكيد بعرفيك ست سمر من خلال الشاشة والإعلان بس أول مرة بتعرف عليك على التلاتو صحيح كان أول لقاء إنه أنا كانت متوقعة إنك تخلق ما ترجع النهج القديم يلي هو لا لازم إذا بدنا نتحكم نوقف على باب الزعيم وإذا بدنا نتعلم بالمدارس بدنا نوقف على باب الزعيم وإذا بدنا نتوظف وإذا بدنا كل هول نوقف على باب الزعيم نحن بحاجة لمؤسسات نحن تتعمل اكتفاق زادة للناس توظف الناس يشتغلوا فيها ينتجوا يتعلموا من حالهم مش يضلوا واقفين على حدا يمدوا به قامتا كانت الناس توقف على باب الزعيم كانت توقف على باب الزعيم لإمكان الزعيم يستعمل مؤسسات الدولة لا يخدم الناس لأ نحن عم نيجي نقول كل قريش وحاجتها بدنا نجرب نأمن لي من خلال طلباتهم وبعدنا هن مفروض يستمروا ويكملوا يعني ما بعود إلو نشغل معي لن بأمن لهم حاجتهم طي يعملوا أوتوسوفيزانس يعني يدبروا حالهم ويديروا الإشياء اللي نحن قدرنا نساعدهم ونأمن لهم إياها أما اللي حضرتك قلتي ومعيك حق فيه الطرح الأول يوقفوا على باب الزعيم إيه إنه قلقت أنا أحكي مع وزارة الصحة حكموا فلان ع حساب وزارة الصحة هذا بكون الإنسان عم بيبتز الدولة عم بيستثمر الدولة مش أنهيك فلسة الدولة من أسباب تفليس الدولة أنا لا أما القرية اللي بتجي بتقول طيب أنا بدي معمل كتير منيح بس قبل المعمل بدي كهرباء وقبل الكهرباء بدي طريق لهالمعمل يوصلوا الكاميون ويروح يوصلوا غراضوا اللي بدي يبيعون بدي ماي لفيه ماشي وهذا بديك تأمني اللي اليوم معيد موجود اللي هو ما توهزيني يعني بدول الموز ما بقى في دولة ما عنده ماي وما عنده كهرباء وما عنده بيك تأمني لحد الأدنى بس بكرة اجيت قرية قال نحن بحاجة لمعمل لهذا الموضوع وهذا أهين شيء هذا الأهين صحيح لأنه هذا بده طيب برضو هيدا فيه منافسة أوية لأنه كل الأحزاب وكل الأفريقاء السياسيين اللي بيشتغلوا بهذا الطريقة كتير وين اني حضر ديك عم تقولي بنت المتن وأنا كمان وبس كنتوا تتغيرين هني كانوا نضيعوا واحد صحيح اي يفرجونا وين ان اللي أنا عم بحكي فيون هالإشياء البدائية وينين هلأ بيشتغلوا عادة بيتحركوا بالقرى بيشتغلوا عادة بينشطوا قبل الانتخابات رح تكون ناشط على مدار السنين وكل يوم ولا رح تنشط قبل ما رح رقيع جوار وما رح رقيع زفت مني تاجر زفت ولا تاجر ترقيع جوار أنا بهالعشر سنين بيقدر اللي كتعلمت شغالي العمل المؤسساتي الدولي لهذا السبب إذا بيقدر أعطي هايذي الخبرة لمنطقتي أولا ومن ثم للمناطق المسيحية الأخرى بكون قدر تحقق ومنتي نعم وإذا ما قدرت عندي جرأة كافية كمان مثل ما نسحبت من كتير مواقع بحياتي وظهرت بكرامتي قول للمواطنين أنا جربت وما قدرت بس بدي جرب وبدأ قدرت إذن أطلقنا اليوم حركة الجمهورية فور ما تخلص الحرب بغزة وبجنوب بس أعلمنا الناس فيها بس في يعني الناس اللي انخرطوا عن يشتغلوا على صعيد قرأهم وعلى صعيد بناتون نعم علاقتك مع جميع الأفريقاء وين رايح الأمور حتى في نقطة بإعلان ترشيح ميشيل المر قالت أنه هلأ جيل الشباب هو طغير أنك عم بتقدم ابنك هلأ جيل الشباب يلي عندهم رؤية جديدة يلي عندهم عملوا ثورة كرمال يغيروا شيء ولكن للأسف تغيرت الوجوه وبقي النهج هل فينا نكفي مع هيك نظام ومع هيك نهج وأي نظام بتلاقيه هو الأنسب أهلا بكم مشاهدينا من جديد أرحب مجددا ونتابع هذه الحلقة الخاصة الاستثنائية مع دولة الرئيس الياس المر أهلا وسهلا فيك من جديد دولت الرئيس كيف ستعود إلى الساحة السياسية بالنهاية الهدف شو ما عملنا بنا نرجع إلى السياسية عطيت المقعد المقعد النيابة لميشال المر وهلأ منشوف ليش مش أنت اللي ترشحت ليش ميشال المر علما أنه عمره بعضه صغير يعني خبرتك بهيدا المرحلة البلد بحاجة لألة أكتر ستعود عبر ميشال عبر مفماء أو حركة الجمهورية يلي أطلقته هلا ولا رح نقعد رح تقعد بهيدا المكتب مكتب الله يرحمه أبو الياس وتتحول إلى مرجعية وين بتشوف حالك أول شي مش أنا أعطيت المقعد للنايب ميشال المر الناس اللي انتخبو لا لو قررت أنت تترشح من هالزاوية معك حق ليه ما ترشحت؟ ليه ميشال مش أنت؟ ما ترشحت لسبب طيب أنا كنت وزير داخلية سنة الألفين يعني من 24 سنة كان عمري 37 سنة عملت وزير داخلية كان عمري 39 سنة عملت رئيس وزارة الداخلية العرب عملت نائب رئيس حكومي كان عمري 40 أصغر نائب رئيس حكومي بتاريخ لبنان بيعملوها بال70 وبهذا يعني عملت كاريير كبيري كبيري عملت كاريير اللي أورتو دوكسي بيقدر يعمل وصلت للمكسيموم اللي الأورتو دوكسي بيقدر يعمل وكان في مناخ بوقتها تغيير وشباب وكذا وأنا كنت مؤمن أنه لازم يكون فيه تغيير والإنسان إذا مؤمن بيشغلي بيبلش بحاله ناقشنا تشاورت قطيت ووقتي فكر ولمقرر يخوض هاي المرحلة لأنه هاي مرحلة للحياة صحيح قلت له الله وفقك و راح نكون حدك مش محلك حدك وأنا راح أعمل الحلم اللي بدي جرب حقيقة بحياتي اللي هو المتن اللي هو حركة الجمهورية قلت شي كتير مهم مرأة هلا قالت أنه وأنت كنت مؤمن بالشباب ومؤمن بالتحرك يلي عملو يلي هي ثورة 17-20 خلينا نقول مؤمن طيب يعني أنت شو عملت أنت سلمت أو ترشح لعمره أصغر الشاب معنى أنت بعدك شاب دولت الرئيس يعني بس أنه الشاب هيك بس شو تغير نحن بنفس النظام نحن بنفس النهج نحن بنفس الطريقة نحن شو تغير تغير بس أنه شاب أصغر ابن 30 سنة بدل ابن 60 سنة شو غيرت ما هو بدك تشوفي المرحلة اللي تاخد بيني وبينه القرار وهو قرر أنه يخوض هاي المرحلة كان جو تغيير وثورة 17 17 20 2019 سحي هي حقيقة كانت ثورة أول أسبوع منها والناس نزلت على الشارع نازلة من قلبها ونازلة فعلا بدها تغيير ونحن كان حقيقة بدنا التغيير تعبنا والبلد تعيب والناس اهترك مين نحن ما كانت نازلة ضدكم السورة لا لا مش ضدي ما نزلوا ضدي ما كنت بالموقع ما عم نقول النهج ما عم بقليك عم بحكي عم الحالي نزلت العالم أول أسبوع كانت ثورة حقي ثاني أسبوع بلشت تتسياس يفوتوا علي الأحزاب ليستسمروا بلشت الناس اللي نازل كرمال الثورة تفل تنسحب صحيح مين بقي صرنا نشوف أعلام وأحزاب عم تقطع طرقات تحرق دوليب تضرب قوى الأمن تجرح قوى الأمن تنرشب بماي من قوى الأمن توقف وج الجيش صار الجيش بدوا يلعب مثل لعبة الفارة والبسين يسكروا هون يقطعوا هون ما عادت ثورة هاي صارت هاي ثورة على الناس على زرب الناس ببيوتها على تسكير مصالح العالم جاعة العالم تبهدلت العالم منقطع الطرقات ما قدت روعة شغلة خرجت عن مسارة خرجت عن مسارة بالنسبة لألك هذه الثورة خرجت عن مسارة هذه الثورة اللي هي أول أسبوع كانت حقيقية ومن ثم فاتت عليها الأحزاب لحولتها ثورة لا يجربوا يستثمروها ردت الأمور اليوم للي نحن عليه لا صباح ما منقول إنه لأنه بدنا نغير ولأنه بدنا نماشي بتغيير لأنه ما صار بتغيير ما صار شي ياريت يعني ميشيل منه ما ترشح وفات على المجلس لأنه بده يغير ميشيل فات على المجلس بعد ما شفنا إنه هاي الحركة اللي طرحت التغيير تسيست وصاروا تغييريين بأعلام مختلفة من الأحزاب اللي هاي الأحزاب ما ننسى كلها دون استثناء شاركت بحرب لبنان شاركت بالدمار شاركت بالقتل شاركت بالحرب قمر حرب طيب لمشفت الوضع هيك وكان أساس البحث الأنوية إنه يكون هو ما صار بعد الثورة كان قبل الثورة بشوي وخلال الثورة وكان هو حضر خاله قلت أنا عال إذا ما صار تغيير بالشارع ونصلى ما بعود يصير تغيير بالشارع لأنه ببلد مركب مذهبيا وطائفيا ننسى إنه يصير فيه تغيير ديمقراطي بالشارع خلال نجرب يصير فيه تغيير ديمقراطي بالمجلس من الداخل طيب هلا أنا ماني مسؤول الناس مين بتنتخب طيب إذا الناس رجعت انتخبت ثلاثة رباع الأحزاب والأشخاص اللي كانوا موجودين قبل بعد كل اللي صار أنا ماني مسؤول أنا مسؤول عن شغلي إنه هذا الشاب عمره ثلاثين سنة عامل فعلا عتال للبلد وهذا بيشرفنا بيشتغل من الصبح للليل شو بيشتغل شو يعني بيشتغل بيشتغل بيسمع للناس هيا أهم شيء بيستقبل الناس بيشوف الناس بيختلط بالناس بيسمع مشاكل الناس هيدا ممتاز وحضرتك بتعرفي إنه اليوم أنا بنتمي لحزب ما بشوف رئيس الحزب إلا بمهرجان اللي روحوا لقفلوا هو عم بيشوف كل الناس كل يوم وهذا الشيء بفرحني هيدا ممتاز وعم بيسمع لهم مشاكلهم وبانتظار يصير فيه انتخابات رئاسة وحكومة ودولة بيصير عنده برنامج ومشاريع قوانين يقدر يطرحها هذا اللي عم يقوله لأنه شغله الأساسي هو شغل التشريعي بالمجلس وهذا الشغل الأساسي إلى جانب وعنده حظ اليوم إنه إجاه هالفترة السنة ونص ما أنه حظ للبلد ولا إلون ولا لجيلون بس هذا واقع إجاه حظ اليوم إنه هالفترة السنة ونص الفراغ قدر يتعلم كتير وشافه ودس كل قرية بقريتها وكل شابه صبيعي عطيته فرصة يعني بيقدر يحضر وإنا مبسوط محضر صار سبعة اثماني بالشريع بياخدوا العقل ممتاز دولت الرئيس اليوم من الأسباب يلي الناس اعتبرت إنه ليس المر ما ترشح على الانتخابات ودفش إمنه إلى الترشح هي الأرض وخوف ليس المر من الأرض ليس المر ابن جبل كبير اسمه أبو الياس كل الناس بتعرف كيف بيتعاطى أبو الياس مع الأرض وكيف كان كان يقعد مع الناس اللي ما بتحبه ومع خصومه وعندما أخذ عليه أكتر ما بيقعد مع حلفاه في نظرية بتقول اليوم الياس المر منه عتماس مع الأرض منه قريبة من الناس منه الناس ما بتخالطه ما كتير عنده بتتعامل معه متل ما كانت بتتعامل مع بيه يمكن ميشيل أزبط منك مع الأرض رافق جده لفترة طويلة فترة شبابه وتعلم بالوقت يلا أنت كان عندك انشغالات أخرى ليش الياس المر منه ابن الأرض أول شيء إذا نيب ميشيل المر أقرب للناس مني هذا الشيء بفرح بعرف أكيد بس أنا عم بسأل ليش أنت بأنك ابن الأرض لأ أنه هذا الشيء فعلا بفرح رح جاوبك هون مع نقطة لأنه سئلت عنا كتير مرة أنا لما دخلت عوزار داخلية كان عمري 37 سنين يبعط وراي الله يرحمه ضوط الرئيس ميشيل المر لهون وقل لي ليك عندك كل ابنين أنا عندي هالمتن كل شيء بطلب منك ما تدخل فيه لأنه أنا ترك لي المتن حب أشتغل بالمتن وهي متعة عندي والناس متعة إذا كل ابنين ما مكفيك وهامك المتن رح أزعل منك وأنا ما كنت حب زعله أكيد مثل كل ابن المتن طبيعي لها سبب بعض المشوشين شو بدون يقولوا نصاب حرامي 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 إنه واحد بيترك الحكم 25 سنة إذا ما قدروا يشيلوا عليه ملف 25 سنة مش رح يشيلوه هذا مع احترام لدولتك منه معيار ما قدروا شيلوا ملف ع حدا هذا منه معيار مع كامل الاحترام ومعروف بس 197 دولة اللي بتنتخ بيك بتعمل بفتكر ملفة الاستقصائي الأمنة الاستخباراتي تأذي عليك غبرة النشرة تطلب لك النشرة إذا عليك غبرة ما يحطوك على رأس المؤسسة وهي دي أكبر شادي بالنسبة لي أهم الملفات المحلية التافع لأنها تافع بتبلش كبيرة وبتختفي فإذا الفكرة منى عدم رغبة تالياس المور أنه يكون قريبة من الأرض أو بعده عن الأرض لا بالعكس لا بالعكس ولكن كان احترام لدوت الرئيس ميشيل المور الله يرحمه وبفتخر أنه قدرت وأصلا إذا بتتذكري بال2018 كان صار كبير بالعمر صحيح والمعركة ما كانت سهلة وجربوا يطوقوا وجربوا ما يخلوا يألف لاحة واحتلوا علاه وكذبوا علاه طلع بأكبر نسبة أصوات بين الأرثوديك مين عمل المعركة مين ياس المور عم بسألي بال2022 كان نيب ميشيل المور بعضه كمان تجربة جديدة مين عمل المعركة أوكي أنا بدي سألي معك إذا ياس المور بعيد عن الناس بدي سألي معك بهذه النقطة دولت الرئيس بس بدك تسمح لي اللي عمل المعركة وقتها هو وفى الناس لأبو الياس صح ومعركة ميشيل هلأ والأرقام العالية اللي جابها ميشيل هلأ ويالي ما حدا كان متوقعة هي أرض أبو الياس وهن الناس الوفية لميشيل الجد صح وشان هيك عم أقول بكرة خليني جوه بالأيام الجاية بالأيام الجاية بيخلص هيدا الرصيد خليني جوه ويتلاشى خليني جوه للمرء اللي يرحمو هذا بروح عشرات وعشرات سنين مع الناس ببيوتها مع نفسها فأكيد هذا كان أبتكال ولكن أنا بهيد المعركة بـ 18 بالذات ببلش فيها اللي يرحمو قال لي ترشح أنت يمكن بعمري الناس ما بتديني محاسبينه ترشح أنت المعركة أهيا رفضت أكيد ليه لأنه ما بقبل أنا اللي خانوه لأبو الياس اللي كانت كل حياته عبطن بمحبته وبيخدمته إلهم ينتصروا عليه يبعتوه ويترك هالدنيا مكسور لسبب وجهة السبع أحزاب والدولة أنا ذاك وكسرتهم وطلع اللي حال حاله الجميع خانوا كلهم خانوا دون استثناء دون استثناء كل الأحزاب اللي خاضت المعركة بوجه تعرفيهم والناس يعرفون كلهم خانوا وكانت الدولة عم بتهاجموا لأبو الياس وعم بتحاربوا والأجهزة بس كيف بدك تعترف أنه خانوا هيدا اللعبة السياسية بالسياسة في هيدا الأمور في المصلحة الذاتية مش رح يعني بحبك يا سواري بس مش قد زندي ولكن في أخلاق بالسياسة أنا عفوا من كلمة أنا لم كان دكتور ألبير مخيبر على خصومي هو أبو الياس لفترة 60 سنة وكان بآخر عمره تاريخية جيت أنا عند دولة الرئيس ميشيل المر وقلت له بترجيك وبتمنى عليك تترك له مطرح بالليحة تدفئ انتويا عيب الدكتور ألبير مخيبر اللي عطل متن يترك هيدا الدنيا مكسور من ميشيل المر وليحته القوي وهيك صار ممتاز هالأخلاق وين انت هلأ بالسياسة دولة الرئيس إذا بك تصنف حالك سياسيا وين انت سؤال كبير وين يعني يعني مع مين مع أي طرف وين انت بالسياسة يعني قبل مدفل كنت وخاصة ما بعد حدث الاختيال محاولة الاختيال وشوي لقدامه مع كل الحوادث الأمنية اللي صارت والاختيالات اللي صارت وما إلى ذلك كنت شوي جانح نحو فريق 14 وين انت هلأ أولا ما كنت جانح نحو فريق 14 ولا مرة بحياتي حضرتولهم اجتماع أو حضرتولهم لقاء أو كذا لأنه ما بحياتي أنا أصلا انتمعت لفريق أو لآخر ولكن بحكم الحادثة اللي صارت معي والتصرفات اللي لحقت هذه الحادثة من فيتويات علي وكذا 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 من عمل هذي الفيتوليو بوقتها يقال أنا ما كنت بالاجتماعات بس نقل علي من رؤسة الجمهورية اللي كانوا عم بألف حكومات وطرحيني بالحكومة مين كان يعمل إنه كان حزب الله يحط ذاته علي كان السوري يحط ذاته علي مش في سبب لهذا الشيء يعني لا أنا بدي أسألك بالريسورش اللي احنا بنعمله ودوت الرئيس أنت بتقول حزب الله فجرت إلت أكتر من مرة محكمة دولية طلعت قرار ظني وعددت الأسباب وحطت تحقيق وقالت إنه في عناصر من حزب الله فجرون أنت تثق بالمحكمة الدولية أكيد لا لا تثق لا لا كيف تثق بتقريره وصل لك بدنا نجزل هون وتمأز لهم لأنه كتير مهم نحط هون نقاطها لحروف القضاة اللبنانيين تمسم الكل اللي ببلش بالرئيس رالفرياشي بالرئيس جويستابت اللي كانت مساعد مدة عام وكل القضاة اللي كانوا لهاي لبنانيين ببصم على العمياني بوسق فيهم 200% وما بوسق بولا قاضي أجنبي وتحديدا بنيابات العامة تبع المحكمة الدولية أنه ما كانت مسياسة وأكبر برغان اليوم لموقفه الضباط مثلا اللواء جميل السيد كان مدير أمن عام كنت أنا وزير داخلية صحيح أنه حدا بيجي براسه شخص مثل اللواء جميل السيد يكون مشارك باغتيار رئيس حريري ما اللواء جميل السيد أذكب كتير أنه حدا يفوته بهاك عملية وتاني يمنو مجرم اشتغل معي أربعة سنين بالعكس ما بحياته بعمله كمدير أمن عام عمل أي عمل مخالف للأنون أو أي عمل إذا أو ضر فيه إنسان يمكن لأنه كان في صفة وقت النظام الأمن اللبنان السوري تتذكر نظام الأمن اللبنان السوري أحكيت عن لواء شميل السيد ماذا عن ضباط الآخرين لا كلهم بس عم بعطي مثل لأنه بعده اليوم هو اليوم نايف بمجس نواب وصديق من هون عم بعطي مثل بس أكيد العميد مصطفى حندان أو علي الحج أو ريمون عزار كان مدير مخابرات هوا مش مجرمين هوا مش مجرمين ما هذا بحد ذاته قرار بيخليك تقولي فيه غلط بحد ذاته قرار هذا مليس هذا مليس المدعي العام هذا أزعار هذا هو بده حص شينيك عم بسألك كيف بتوثى بهذا التقرير أنا قريت التقرير طلعت علي أكيد حقي وشفت تفاصيله وشفت في منطق بيشبك الأمور كيف معمولة هلأ الآخرين يعني الحزب وغيرهم بيقولوا أنه مركب ومعمول ممكن عم بقول اللي شفته بيخليني بيخليني شك أنه هني كان إلون علاقة ولكن أنا إنسان بتعطب السياسي والأمن بمنطق رح خبرك قصة تفضل بس بدي تخبرني منطق أنه حزب الله فجرك ما عم بقول حزب الله عم بقول تهم ما هو اسمه قرار اتهامي مش حكم بالزمان على أيام الرئيس حافظ الأسد كان سيد باس الموسى ورئيس حزب الله وكان معه سيد حسن نصر الله كان بعد منه أمين عام حزب الله طالعين على طريق اللي بقع يقال حسب المعلومات أنه اللواء غازي كنعان بوقتها حطلهم سيارة مفخخة على الطريق انفجرت فيهم طارت سيارتهم بالوادي ثقبت سيارة المواكبة ماشي قدامهم مش وراهم قتلوا المرافقين وهن تجروحوا وزمطوا ويقال أنا زاك أنه كان هدف الحدث الحادثي لأنه كان فيه بوقت أجدحة صراع بين إيران وسوريا فيما يخص موضوع حزب الله في لبنان طيب ما بعد سنين كان حزب الله عم بقاتل داعش في سوريا ليحمي النظام معناتها اللي بديو تعاطى شأن عام وتحديدا بالمواقع الأمنية هو معرض مش شكلي معرض وشعراتي إذا بيد أو كرافاتي إذا حمراء طبيعيا معرض وانت كنظهر من معارك قاسي بدك تقبليه بدك تقبليه معرض من كل الأطراف اللي ممكن يكون فيه بمحطة معينة انت وإيها هلأ إذا هني عاملينا غلطوا لأنه أنا ولا بحياتي ولا مرة كنت لا بالعلان ولا بالسر معادة لأي مقاوم عم بقاوم على أرض لبنان ولما كنت وزير داخلية هني بيعرفو أنه أكبر داعم كان لتحرير الأرض والمقاومة اللبنانية كان لياس المرض رجعة رجعة على علاقتك عم بحكي اليوم لأنه أم بحكي مرتاح لأنه أنا ما عندي مطلب ومش عايزهم بشي ولا هني مغرومين فيه ولا أنا مغروم فيهم ولكن أنا بحكي الحق رجل دولي مجبور يحكي الحق ما في يجي اليوم يعمل مزايدات بدك نربح 200 صوت زيادة منسبهم هلا ما بدي أعمل هيك شو بدك تسب فيه وما هني حلفائك شو بدك تسب اليوم من حزب الله فجرني والمحكمة الدولية تقول هيك يلي هون هيك عملتلي التباس ما بوسع بالمحكمة الدولية أثق بالقوضات اللبنانيين بالمحكمة الدولية أنا موافقة على هيدا الكلام بس أنت اليوم نائم ميشيل المر منك هو عضو في كتلة التكتل الوطني يلي كتلة سلمان فرنجية ما هيك سلمان فرنجية الحليف الأكبر والأول لحزب الله ابسو فاكتوم ميشيل ليس المر هو حليف حزب الله شو هدا ممتاز أولا نائب ميشيل المر ونائب طوني بيك فرنجي أصدقاء والصداقة كمان بسياسة حلوية مش كلها سياسة مصالح أصدقاء بيحبوا بعضهم ولم كان فيه استشارات حبوا يتلاقوا هالمستقلين تم كل واحد يطلع لحاله يطلعوا مجموعة لا تكون كلمتهم مسموعة أكتر ومن هون خلق هذا التحالف أو هذا التكتل ولكن هذا التكتل حر يعني ما بيطلع بيان باسم الأربعة كل واحد بيحكي رأيه وهذا تكتل حر هذا مش حزب لها السبب صدقتهم بتفرحني واستقلالية رأيهم وحرية رأيهم بتفرحني وإن شاء الله كل الشباب بالمستقبل بالبرلمان في منهم أكيد اليوم حاليين مثلهم يكونوا أكتر وأكتر لأنه هذا الجيل اللي نحنا بدنا إياه الجيل المتحرر ما بعرف دولت الرئيس إذا بتسمح لي قدية ممكن يكون مقرن هذا الكلام اللي تحضل فيه اليوم في كتلة قائمة بحد ذاتها بمجلس النواب بتصوّت جماعة ما بتصوّت فرادة عمليا بالمواقف عم بيكونوا مع بعضهم لأنه ثائبة المواقف لهذا اللحظة متفقين عليها يعني إذن لا تعتبر النائب ميشيل المور حليف حزب الله لا منه حليف حزب الله بس هو بكتلة هو هو حليف هذا التكتل حليف وصديق للنائب طوني فرنجي حليف سلامان بيك فرنجي الوزير سلامان فرنجي بس منه حليف حزب الله حليف الرئيس بري أكيد لأنه الرئيس بري سلفنا كل العمر ونحن كمان في علاقة عائلية وصداء إذا حليف الرئيس بري ويعتبر ضمن السنائي أنا ما عندي مانع ولا عندي عقد نفسية بالعكس ويعتبروا وديعة عندهم ويحموا من مين بدهم يحموا؟ من كل الناس وديعة هيدا لغة قديمة كنا قولوا وديعة سورية وكتا يغيش الحون كيف نغير النهج؟ ماشي ماشي عطي نيه هون بس من مين عم تطلب منهم يحموا؟ من مين عم تطلب منهم يحموا؟ من كل اللي بريدوا الشر للبنان مين بريد الشر للبنان؟ كل إنسان عم بيحكي اليوم بيشحن مذهبة وطائفة وعم بيجرب يجيش هالشباب وعم بيجرب ينزل العالم على الأرض وعم بيجرب يحكي بلغة خشبية ما بقى إلا لزوم بالبلد لأنه الناس كلها اليوم متوترة لدرجة غير طبيعية ليه ما بتسمي الأشياء بأسميها؟ بسألي إلا جاوة عم بسألك من مين قد يحموا؟ ما عم تخبر أصلا ما توصف لي ما توصف لي عطيني أسامي مين يلي عم يعمل هيك بالبلد اليوم؟ أولا طيب بحجي من مين خايف على النائب مش هلمر؟ مش خايف من حدا بق خايف انت بي أنا خايف بالسياسي خايف بالتعاطي خايف ما عم قلك جيني قتلو أنا بنصحه نصيحة إذا بحب هو ياخد فيها هو نائب وعنده حرية الرأي يكون صديق مثلا لكل الشباب اللي بالقوات لبنانية لأنه أنا هالشباب وهالجيل هذا يعني بيحترموا بقدروا بفهم مشاعروا بس مثلا ما بنصحه يتحالف مع الدكتور سمير جعجع ولا بأي شكل من الأشكال وإذا قام بهذا التحارف لا صمح الله أكيد ما رح يقوم أكيد ما تكونوا موافق لأنه هذا شخص أولا خجر جده بسنت الواحدة وتسعين ونحكم إعدام بهذا التفجير ومش سوريا حكموا بالواحدة وتسعين حكموا إعدام الرئيس رالف رياشي اللي هذا الفريق اللي بنتمي إلو سمير جعجع سميلة يروع على لهاي نعم سوط له بمشتوى زرارة يروع على لهاي معناتها تبلش منهم معناتها اللي حكموا إعدام بتفجير جده ميشيل المور الراحل أكيد ما بنصحه سامي جميل شاب مثله مثله أكبر منه شون سامي جميل ما بنا نرجع هلأ نحكي مثل بالتنين وعشرين حكيه دولتريس حكيه لذلك شي مش صحيح إنه سياسي نحكي نص الكلمة أو نعمل نص التزام أو نعطي نص وعد أو ما نخبر نص القصة لا سياسي صدق وصراحة بقي كيف مندور لزويها بأيا لباقة بأيا كذا أنا لغاية اليوم بعد التجربة وكنت معتبره شاب واعد وقلو مستقبل كبير لن أثق بسامي جميل لن أثق يعني إذا قللي اليوم سامي جميل أنا بدأت حالف معك بقلو الله بيبعط هلأ ما حيقلي لأنه عارف إنه أنا فقت هذه الثقة ما بوسق فيه خير الوطن الحر ما عندي مشكل معهم أبدا أبدا خاصمتهم بـ 18 و 22 واربحت وخاصمتهم هني وبالدولة وهني وحاكمين هلأ بطلوا حاكمين نحنا تربينا بيت لن بيكون إنسان خارج سلطة ما منعوه نأكله بس ما عندك مشكلة لا لا بدا لدولة الرئيس بهي الانتخابات الأخيرة ما شربت تشبك مع القوات ومع الكتائب بالانتخابات بلا بلا اتصلوا فينا حكيوا معنا بلشنا المناقشات كنت عارف وان راح نوصل وبكرة لنهار إذا استضفتي إذا كان إلو شرف تستضيفي نائب ميشيل مرهوبي بقى يحكي يشرفهم قلت له تسلم قلت له أنا بدي بس ما بنا نتفاوض معهم بس خلينا نلعب لعبتهم بهمني تكشفهم قديش عم بيكسبوا من أول حياتك سياسية تبا تكشفهم مثل جدك مثل بعد 40 سنة هاي بيؤخذ عليك أنا لش سألت هالسؤال لأنه هلأ اللي عم يسمعك دولة الرئيس كيف وصفتهم وما بتنصح ابنك إنه يتحالف معهم بدي يقول لك إنه وطبيعي وأنا سألتك هيدا السؤال إنه ما رحت تتفاوضت معهم قبل الانتخابات لو تصبت الأمور يعني حكيته ولو تصبت الأمور ولا اجتمعت فيهم ولا اجتمعت فيهم أبدا نايب سامي جميل دعاني على بيته على العشاء وقال لي إنه متحالف مع الثورة قلت له الله معك وين أي ثورة تحالف معه ما تحالف مع أحد هطلع هو حنكش طيب جورج عدوين حكي معنا مرة مرتين قال إيل قال إيل كنت عارف إنه عم بيحكوا معنا وطحت الطولة عم بيحضروا اثنين يرشحوهم بالتغرين تيجربوا يرجعوا يعملوا اغتيال سياسي بالسياسي ليش بدك تعتبروا اغتيال سياسي كل واحد بحقلو يترشح وين المشكلة عم تحكي عن هاني صليبة و تا ما احترم كل الناس باحترمون لا بس عم نقول من هني يعني مستيش بدك تعتبروا اغتيال سياسي كل واحد بحقلو يترشح بمطق و بضيعته هيدا عمل ديمقراطي لو السيد هاني صبيبة والسيد الثاني سمير صبيبة عملوا ليحة اني اعتبروا حالهم صوار وتغييريين يعملوا ليحة صوار وتغييريين منقلهم على راسنا وعيننا والله يوفق وفي مقعدين روم بالمتن أصلا مش مقعد واحد بس انت جاي ياخدك السمير جعجع وانت التاني جاي ياخدك سامي جميل ليحطك متريس رمل ليقوص علي بنص ضياطي طيب انا اجاني احكيها متل ما هي اجاني عدة عروضات من قلب بيت جميل تيكون حدا منهم معنا على اللايحة نعم اول مرة بقولها من قلب بيت جميل من قلب العائلة كان جوابي بسيط نحنا عنا اخلاق بسياسي ما منفوت نخرب بقلب لبيوت والاحزاب عنا اخلاق لانه هاي قلة اخلاق تاني شيء تاني شيء تابل ان بتجيبي واحد معك باللاحة بيخد له ابو الف صوت او اللي هني او خمس اللي هني وبتاخدي منه مبالغ طائلة من المال وانا بعرف ادياش بالملوين والوسائق عندي وبعرف على المطار كيف كان يفوت الكاش وكيف كان يقطع لانه لامير اللي اخدوهم باللاوية عملتهم لحالي وحدي بتفيحال سقط نائب رئيس ماشي نواب الياز ابو صعد يطلع هذيك بابو ميت صوت بس لاتحرته وهذا شيء عيب تاني ان احنا ولاي تضيع حضرتك من ضايع ونحنا ولاي تضيع الحساسيات بتضيع صحيح خطرة صحيح قلت الرئيس ليش ما بديفوت عبريك ليش ما زبطيت مع الطيار فوضت انت والطيار لا كمان ما تفوضت انت والطيار لا 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 ابدا بزرته لا جبران بسي لا عم تحكي بالانتخابات لا لا ما كنت احنا ما هنيته للرئيس ميشيل عون اللي معامل رئيس جمهورية ما قلت له مبروح لا لانه ابو الياس صوت له تاني يوم سمعت بإعلامه انه ميشيل مر ما صوت له عم بحكيه المرقوم ابو الياس اكيد ليش بديلو مبروك طيب واحد صوت لك وطلعت حدو بالورقة بعدين قلت ما صوت لي اثنان بالالفان واتمنتعش بدك تخليط روك الدنيا مكسور لا بدك تزلو باخر حياته لا ما حدا بزلو ثلاثة ثلاثة هن بالحكم وهن كانوا معهم السلطة ومعهم الاجهزة وعم بيشيلو ويحطو ويعملو وينكلو ما بقي فيه رئيس بلدية بالمثل ما أخدو خوفو هددو وشيلو ناس صمدوا وهي الأغلبية وبعض الخوانة هلأ عم بطيروا واحد ولا الثاني خوانة خوانة أكيد يلي بيخون نهج آل المر بالبلديات أو يلي يخرج من نهج آل المر بيكون خايا لا اللي وهي من أخطاء المرحوم أبو الياس باعترف اللي بيكون شخص لا يستحق أنه يمثل الناس بقريته وكان أبو الياس الله يرحم ومعروف بيطيبة قلبه وهذا مع أنه كان آسي وبيجي بيشيلو من الغبرة بنفضها عنه وبحطو رئيس بلدية وأول ما يقلب بعد ثلاثين سنة حاملو ومنفض عنه الغبرة أول ما يبرم العهد بيلبو سكيبي بالمهرجنات ويبلش يحكي حكي بلطاني هذا شو بدي يسميه طب قبل ما فوت على برايك ما عليش اسمحولي شوي قبل ما فوت على البرايك حكيت عن المال بيش أنت ما دفعت مال بالمثل فيه انتخابات بتصير ولا دفع مال ما فيه انتخابات بتصير ما بيندفع مال بس فيه نقطة كتير مهمة فيه شي اسمه شراء الأصوات وفيه شي اسمه تمويل المعركي وبتفرق كتير كتير تمويل المعركي شو يعني أولا المال هل هو مال سياسي إذا مال سياسي وعم بيندفع شي خطري كتير هو مال خاص يعني بتحكي انه هو مال خاص لمهم ما يكون مال سياسي يعني انت مولت معركة ما دفعت رشاوة انتخابيه أبدا أشتريت أصواتك تعفل ايش اللي بيقبض منيك بيقبض من غيريك شو دمانتي كفاية يصوت ولا بردية إليك ما هدا بيع نفسه الرئيس في الرئيس في الرئيس أعطاكم أصوات في المثل أكيد أعطى أصوات أكيد وعدني 910 أصوات الرئيس نبيه بكري وعطاني 911 نعم طيب اليسبو صعب دولة الرئيس اليسبو صعب نعم دولة الرئيس اليسبو صعب شو صار بينك وبينه بلاتي انت بتقول أو شو انت بتقول فيه جاو بيقول انه اليسبو صعب بالانتخابات صحيح لا ما كان بحاجة اعطيه هو كان يمكن مقدر اول شي انه نائب ميشيل المور ما بيخد له الفين صوت وكان عم بينصح يعني بواسطة بعض الاصحاب المشتركين انه اذا انا بنزل المعركة امن وكذا هيا عم احكي على صعيد الصداء لانو في صداء انا ويا مقلة عليها بس ياسي بس ما كنا عم نشوف بعضنا بالانتخابات نصحك انه ايه بعت يعني عمي وكان جوابي انه النائب ميشيل المور الحالي لحاله رح ياخد قدك وقد النائب برايم كنعان بقى متعتلهمه لانو مرجع لكلامك الناس تسعين سنة بخدمة تسعين سنة بخدمة الناس تسعين سنة بخدمة الناس سابعين ابو الياس وعشرين انا بيعملوا تسعين وهلأ ميشيل مكفى الناس ما بتنسى انا كان عندي سئة هذا مش مظبوط انه جيرت اصوات لا ولكن انا بحكي الحقيقة انا ما خنقته رحلك ليش يعني ما حربته بالمعركة لانو ما كان عندي مصلحة يسقط لما يطلع واحد بمية صوت رح نفوت على برايك تاني في هذه الحلقة ونعود بعده ونتابع عندنا كتير ملفات تحتها نحن ويات دولت الرئيس في ملف رئاسة الجمهورية في ملف انت ضليع فيه ومن الناس اللي صاغوا ونصوا الـ 1701 واحد اللي هلأ موجود على الطاولة في عندنا ملف النزوح في وزارة الدفاع في وزارة الدخف كتير برايك وناوت براحل فيكم مجديد مشاهدينا واتابع هذا الحوار مع دولة الرئيس الياس المور خلينا ننتقل دولة الرئيس الى ملف الرئاسي قبل ما اروح على ملف الرئاسي فيه نقطة كتب بدي اسألكها بالمحكبة الدولية واخدنا الحديث الى مكان اخر بالمحكمة الدولية ما سألوك اول شي انت رحت شدت يعني رحت ما رحت تتحقق معك ولا حتى ولا حتى فشل اوه فشل اكيد لسبب لعنك لا تتثق فيها لا مش بس هيك اولا انا مدعايت اوكي غير ادعى انا مدعايت يعني ما كان في فراضية تانية مدعايت لانه ما كان عندي ثقة مش مدعايت لانه ما بدي ادعي ممتاز ما كان في فراضية تانية يعني اليوم بيقدر الواحد يسأل انه ليش والله حزب الله او اي طرف اخر وليس السوري يلي فجر ليس المر ليسببنا بديك جاوب هيك جواب بدي الجواب دوتر رئيس ميشيل المر ووسية الرئيس حافظ الاسد كانوا من اعز اصدقاء اخوة ما بفتكر مع احترامي للمقامات والتسميات ابن حافظ الاسد بفجر ابن ميشيل المر ما بتزبط بتركيبة عقلي ما بتزبط زرت سوريا نعم زرت سوريا من بعد اكيد كنت نائب رئيس وزير دفاع وكان عندنا مرسوم موضوع الترسيم وزرت الرئيس الاسد وكان جلسة منتازة وفيها مصارحة كاملة فيما يعود للحزب وهي بهمني تعرفية كمان لانه هو الموضوع عم تسألي عن المحكمة العلاقة مع السيد حسن نصر الله من وقت الخطة الداخلية وقبل عشرين سنة ابو ليس لغاية التفجير ويمكن من بعد التفجير كمان صار لقاء عشا عنده علاقة كانت قريبة وبيتي مميزة وفي احترام وفعلا كان يعني يستقبلني ببيته يستقبلني ولا مرة يستقبلني أصلا إلا ببيته على عشا بمحبي وباحترام وباللياقات اللازمة أنا انخجل يعني رجل زعيم أمين عام حزب طويل عريض يستقبلني على المدخل ويودعني على المدخل يعني بكل اللياقات ممتاز كيف العلاقة هلأ مع حزب الله كيف علاقتك تتواصل هلأ راح إليك هلأ العلاقة هي تالي في أولا نوابهم ورئيس كتلتهم الاستاذ محمد رعد حج محمد رعد صديق كان للوالد وصديق إلي وهذه الصداقة ما في شي بهزة لأنه مبنية على الصدق والمحبة وصراحة ونوابهم أغلبيتهم من سنة الألفان اللي بعضهم أو الجديد أغلبيتهم مش الكل بعرفهم وفي احترام متبادل وفي علاقة ممتازة كان في تنسيق أمنة كمان ما هيك يعني مع نواب ما بشتريه أمن لا ما بحكي مع وقت الكنت بالداخلية وقت الكنت بالدفاع مع الحجوة في إصافة وكان في تنسيق أمنة وقت الكنت بالداخلية كان الحجوة في إصافة هو أصلا هي وظيفته بالكذب التنسيق مع الأجهزة كذا كان يضل عندي وكان في علاقة صداقة كتير كتير كبيرة بعد الانفجار هو بعد وأوقات بيوصل لهكي أنه الحجوة في إصافة بيقول في فاتو كذا أقول لهم بدحكوا أنه افترضنا أنا شاكك أنه هني مفجريني طيب يخلونا نقول آخ مع شي يعني مش كيف سيء لو واحد قيل آخ أنه ممنوع يقول آخ أو إذا شك ممنوع يقول آخ بس ما بفتكر أنا نقل الحكي إلو بحكي صراحة ما بفتكر هذا اللي بينقلو حكي ما بحب نقل الحكي أصلا واللي عم بينقل حكي ما بفتكر صادق لأنه صادق هو بينقل كلمة الحلوة بس عم قول إذا ما زبوط هالشي بدحك لأنه بس ما في تواصل مع الحجوة في إصافة ما في الوقت ما عندي عمل أمني أنا اليوم ولا وظيفة أمنية ليكون في تواصل هالصداء اللي مبنت بين الألفين والألفين وخمسة ما عادت موجودة مش بسببه هو أطعا ما بعرف ليش ملف الرئاسي من هو مرشح رئاس المور لرئاس الجمهورية مرشحي لرئاس الجمهورية هو هو الزعيم سليمان فرنجيني زعيم؟ نعم ليش زعيم؟ هو رئيس طيار المرض ومصر على كلمة زعيم ليش؟ لأنه البلد اليوم بحاجة لزعيم مش بس لرئيس شو مفهوم الزعيم؟ وين بتشوف سليمان فرنجيني زعيم؟ أولا مفهوم الزعيم هو شهامي وسليمان فرنجيني رجل شهامي مفهوم الزعيم هو الجرأة اللي بيقول شو بيفكر وما بيخاف مفهوم الزعيم هو اللي بيتحالف وبيبقى متحالف مع كل ضربات الزمان اللي نصاب وأكلها فيها سليمان فرنجيني من وقت اللي استشهدوا أهله لليوم مع تحالفاته مع سوريا ومع الصناء الشيعي وغيرها ومغير ها مفهوم الزعيم وآخر شي مفهوم الزعيم هو اللي قادر يقول لحلفاءه ان كانوا سوريين او صنائي لا اما اللي من نفض عنه الغبرة ومن جيبه هذا ما بيسترجي يقول لا والمشكل ما بيسترجي يقول ايه مين يعني من نفض لا عم بيحكي عن حدا تعديدا عم بقول مرشح سليمان فرنجيه لهاء الاسباب هلا هذا بيقول البلد بده كفاءات اقتصادية مالية بشو هاي الكفاءات انه احنا اليوم بدنا نجيب اوديتر شاغل بشركة عالمية نحطه رئيس جمهورية او بدنا نجيب شخص رئيس شركة عالمية ناجح هاي سياسة لبنان فيه 18 طافي فيه مليون حزب فيه مليون ذروب نحن بحاجة لرئيس جمهورية يقدر يقول ايه ولا ويقدر تحديدا لحلفاءه يقول لا لا يحقق شيء لطيفته لبلده وخاصة زعيم مفتخر بمسيحيته وبجاهر فيها بالاعلام طيب اما اما الكفاءات عالميا مش بس بلبنان تدفعي حقها يعني مين اكبر خبير اقتصادي اكبر خبير مالي اكبر خبير اداري اديش حقه الدولة لازم تدفع حق عشرة من كل اقتصاد استشارات وتجيبهم يعطوا استشارات والرئيس يقدر ياخد قرار بس اذا كل هالاستشارات بلا قرار لا الاستشارات بتفيد ولا الخبرة بتفيد ولا رئيس خبير بفيد اذا ترى انه سليمان فرنجية اليوم هو يلي بيقدر يقوم او يعني يرجع يوقف هالبلد على اجري عملية سليمان فرنجية بيقدر يقول اليوم لأ لحلفاءه وبيقدر يقول ايه ولازم يقول ايه مش بيقدر لازم مش كل شي لأ بالحياة بس على القليلة بعرف انه هو بيقدر يقول لأ ممتاز ليش سليمان فرنجية مش اللواء الياس البيصري يلي هو يلي هو يلي هو كان كان راح معك كمان بالانفجار وما صابك صابه والاقرب اليك عمليا كل مسيرة حياتك وصديقك ومطروح مطروح بيقوي كاسم تالت اليوم في ظل حد هلأ تعدر وصول اي من المرشحين التقليديين يلي يلي هم سليمان فرنجية وجهد ازعور المتقاطعين عليه اسم الياس البيصري اسمه تروح بيقوي اولا اللواء الياس البيصري مات معي بالانفجار لانو نحنا متنا وعشنا صحيح وصلة الدم هايدي بتروح للقبر والاهم فيه هو وفائه اوفى انسان فيك تتعاطي فيه معه بالعالم قدراته عنده قدرات سياسية لانو كمان تعاطى مع ابو الياس وتعاطى معي وعاش مرحلة سياسية بالبلد مهمة وعنده قدرات عسكرية وامنية كتير كتير كبيرة واللواء الياس البيصري هو خي صغير بالنسبة لي يعني عم تحكيني بامنية فاذا ولكن مدفئ انويه على شغلك وهي اتفاق وهو مش بس محترم هذا الاتفاق هو ملتزم فيه شو الاتفاق ما زال اسلامان باك فرنجيني هو المرشح ونحن دعمينه هو لن يتخلى عن هذا القرار اما 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 احنا ببلد عم تعطى سياسي صحيح ببلد الربع الساعة الاخرى لا صمح الله صار اي شي عم بتقليلي لنقى بين نفسك ونفسك يعني شو بدي نقى فبيكون حكما ولكن لن اتخلى عن اسلامان باك فرنجين لانه اعطينا كلمة بنبقى فيها بننزل على المجلس بصير انتخاب توفق بكون عال وعظيم وامنية لا صمح الله ما توفق وخسر مع كل حلفاءه منه ان احنا وانطرح بديل اتنين ثلاثة اربعة اكيد لواء الياس البيساري بقدر ما فينا نحنا هلا اللي عم يسمع دولت الرئيس بقول دولت الرئيس الياس المر لقتها العصاية بالنص ضبطت مع سلمان فرنجية كسبان ضبطت مع الياس البيساري كسبان وبلك ما ضبطت مع اتنين بتكون ما ضبطت مع اتنين مش لقطة بالنص في اتفاق او انحكى اذا وصل سلمان فرنجية الى رئاسة الجمهورية ممكن نشوفك بالحكومة ما حكيت انا ويابي هالموضوع ولا مرة طيب بتفكر فيها ما فيه نائب ميشيل المر شو بيشكي لا دولت الرئيس ماشي بعده جديد النائب ميشيل المر ما لم يبلشت وزير نحلي كانت جديد ما كل واحد بيبلش بمطرع يعني بتبعثوا له على الوزارة وبتترشح انت عن نائبه لا 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 هلا عم نحكي عم نحكي بصراحة رح احكي بكل صدق كل شي بوقته عم بحكي جد كل شي بوقته لانه مش مفكر فيه لا يكون عندي جواب واضح اللي كيه وما كون عم كذب على نفسي او لا سمح الله على المشاهدين والمواطنين اللي عم يشكونا بس انه من طرح الموضوع لا قدر جاوب علي بل كذل امي ما بدو اتعاون انا ويه مهم بتحليف ايه ما فيه يكون حليف من دوما يكون بالوزارة بعدين ما تنسي انا من 24 سنة كنت وزير داخلية ما عم نقول له ايه انه مش شي يعني سلمتو سلمتو ما سلمتو لسلمات فرجية وزير داخلية وانا ويه مرأنا بخناء بجدل بهجومات متبادلة بكذا ولكن بقي شغلي الاحترام والمحب لانه زعيم والزعيم بيعرف يتعاطى مع الناس طيب بنا نعمل هلا سبق انا وياك مع الوقت عملية تقنعك حركة الخميسية وهل من يقرر الرئيس في لبنان ايه هيدا الحركة لا ما بتقنعي هيدا عم بتخلينا على نار حامي لما يكون ملف الرئاسي متروكه ما حدا عم بيبحث ويعي على هالشي كتير منيح الرئيسنا بيهدرلي انت التقيت وحكيت انت ما بعرفش على هالنقطة ما بحسنا الحقيقة بس وك ولكن رئيس بري اكيد بيتمنى تصير الانتخابات مبارح صحيح بس الجميع يعلم انه نحنا بمرحلة تمرير وقت الى ان تستوي التسوية الكبرى ويتفقوا امريكا وايران على الاسم مش ضروري مش ضروري بتعرفي اه نحنا ببيتنا خيضين كل معارك الرئاسي كلها بها المكتب تحديدا مكتب دولة الرئيس الله يرحمه الياس ميشيل نمر سنة البق كان يطلع رؤسة الجمهورية كانت تتشكل حكومات تتشكل لوائح نعم يطلع موظفين على الدولة تنفرز البلدية كنا شراكي انا وياه بكل هالقرارات اكيد اكيد انا شراكت انا وياه لفترة 35 سنة بكل هالقرارات مش نيك عم اسألك من يصنع الرئيس في لبنان ومن يقرر الرئيس في لبنان اليوم الايام السوريين كانت هايمة شخصة اليوم الظرف واللحظة في مفتاح وفي افل كل عمره بلبنان من ايام عبد الناصر من ايام في افل ومفتاح بالزمان يبقى الافل مصري والمفتاح امريكي او العكس من ثم يبقى المفتاح سوري والافل امريكي او الافل امريكي والمفتاح سوري اليوم اذا بدنا نحكي الامور متل ما هي اليوم الافل ايراني والمفتاح امريكي او العكس هذا الافل اللي بيفوت بالمفتاح بيخلق الرئيس الايرانيين اليوم عم بقولوا للامريكان حسد ما عم بسمع انه نحن بملف رئاسة لبنان ما عم نتدخل في الحزب حزب الله موجود هو بيتدخل بس بالنهاية احكوا مع الحزب بس بالنهاية بالملف الاقليمي الكبير الحزب متحالف مع ايران يعني فيه افل ومفتاح هذا الافل ومفتاح لها اللحظة هذه ما اجيت اللحظة لم تجي هاي اللحظة معناتها الخمسية انا بلخصها بسونائية زائد قطر لانه قطر والامريكان علاقة اكتر من مميزة وقطر وايران العلاقة كمان مميزة لها السبب فيه سونائي بلاس قطر اللي هو ايران وامريكا ممثلهم بالحزب او بهذا صار هذا السونائي الخمسية هلأ بتقطع مرحلة متى سيكون لنا رئيس جمهورية برأيك بحسب مرائبتك اكيد قبل ما يخلص عهد الرئيس بايدل الصيف يعني هلا نعم قبل الانتخابات امريكا قبل الانتخابات امريكا لنا رئيس جمهورية بلبنا وانا اكيد اكيد نعم بالسياسة محدا اللي يقول مية بالمية بس خليني يقول انا اكيد بنسبة تسعة وكسعين عشو برتكت معلومات شو بتقول ههو المعلومات بتقول انو قبل الانتخابات امريكا الأمريكيين وين مصدرها؟ الغرب الغرب بدون يجربوا ويحققوا خرق ما بالرئاسي ومن ثم بحل بالجنوب والمنطقة هون لا يكونوا قدروا يجربوا ويحققوا شي خلي نفوت على ملف الجنوب والألف وسبعمية وواحد يلي هلأ هو الترند يعني هو هلأ الملف الأساس يلي الجميع يعمل عليه وبكرة بهالكم يوم عم بيقولوا وبعد ما فيشي أكيد جاي أو سوكشتاين رجع على البلد يتحدث فقط عن الألف وسبعمية وواحد يلي هو على ما يبدو منطلق لتفاوض يعني يتحقق شي بهذا الأمر ملف الجنوب ما عرفه الألف وسبعمية وواحد الألف وسبعمية وواحد جاي لأنه كنت مع الوفد في روما يلي كنت من من الذين كتبوا الألف وسبعمية وواحد وأعطوا رأي واستشارات بيقلبه بس في الجنوب في الجنوب في الجنوب الياس المر كان مع أن يفتح حزب الله جبهة الجنوب أكيد مع؟ أكيد ليش؟ هوني نرجع كمان للمزيدات ودغدغية شعور الناس أنا ضد وأنا ضد أول شي رح بلش أنا بأكد وخلي إعلام حزب الله بكرا يكذبني أنه حزب الله أول واحد ما بده حرب لا هني ألوه على الملاء واليوم أول واحد ما بده حرب هو حزب الله وما حدا بده حرب معني أنت ما حدا يزايد يعني قالوا ما بدنا حرب ولا نسعى لها بس إذا أجيت ما رح نوقف نتفرج هذا غير موضوع آه بس الجميع لا يريد الحرب مش بس هني لازم الجيش يكون قدام حزب الله بالمواجهة الجيش اللبناني نعم ورح يكون إذا صار حايف بالحرب بس عم بحكي بالجبهة هلا كان لازم يكون الجيش اللبناني مشارك لا أ�كي لأنه مبدا حرب الجيش اللبناني له دور بالالف وسبعمائة واحد ودور مهم كتير لازم يحافظ رح نحكي بالالف وسبعمائة واحد بس عم بحكي بالجبهة ليش عم تقول أكيد لازم حزب الله كان يفتح جبهة رحل لك لاش علما هلأ البلد معصوم كل قاعد يحكي انه شو فوتهم بها الخبرية وليش فاتوا وليش ظهروا وليش كذا لانه عم بيسمعوا بس ناس عم بتقول ليكوا وين اخديننا اخدين البلد عحرب عكذا عكذا وانا عكل حال ما حدا في يتهمني انه حليف حزب الله قاعد دافع عنهم اخر واحد ممكن يدافع عنهم هو انا بس انا بحكي بالمنطقة تفضل شو نظريتك بالموضوع بتتذكري حرب نهر البارد اكيد كنت وزير دفاع وهذا مخيم عنا بلبنان 13 مخيم فلسطينيين بتذكري انه الجيش اللبناني دفع 250 شهيد والف عسكري جريح اكتر معطبوا معوق غير الجرحة وبقينا 5-6 شهر قتال دامي لقدرنا نخلص من هاي المعركة فيه 13 مخيم بلبنان مثله وبوقتها كان موضوع فتح الاسلام ما يسمى اللي هن يصفه دواعش بعدين يلي كنت من قوائل الذين حذروا منهم بالأسان واثنان انا لما قلت هذا مشروع دولي اسلامية ما صدقوك في الشمال قوقف ضدك قالوا عم بيخوف الناس وعم بيزايد قلت له هاي قانعتي قالوا خط هذا خط احمر نهر البارد انا ما حبيت احترم خطوط الحمر فتت واللي قالوا خط احمر طلعوا اتلوهم بسوريا صحيح تكفي نظريتك في هالمخيم هاي اللي بيأكد انه مش عم دافع عنهم عم بيحكي الحق في المخيم فيه 13 مخيم فيه 13 مخيم فلسطيني بلبنان هاو عم بيحضروا كل يوم على التلفزيون اهلهم اطفالهم نساءهم رجالهم عجزهم عم بيندبحوا عم بيموتوا عم بينقصفوا بيوتون عم تتدمر واحدين بالمخيمات وكلنا منعرف فيه ثلاث شفنا شو كان عم بتصير بعين حلوة قبل احداث الجنوب طيب هولي ناس انه حسب رأي اي انسان بيعرف شوي بالامن ما كانت رح تنطفد هاي المخيمات لو ما قام حزب الله بواجباته انه يحرك جبهة الجنوب لا يخفف الضغط عن غزة وترك له المتنفس يطلقوا بعض الصواري بشيه 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 هو الاساس طيب هيدا موضوع المخيمات بشي عامل نفس حامل بلد من 13 بركان متر نهر البارد كانوا انفجروا فينا ما عم بيشوفوها اللي عم بزايدوا ما عم بيشوفوها يا لانه ما بيعرفوا يا لانه ما بيجيب ناخبين هاي الحقيقة اثنان عنا مليون ونص لاجئ سوري في لبنان طيب ما هوا كمان بينتموا اغلبيتهم الى طائفة معينة في غرائز جوة بقلبهم طيب هاي دي عم بيطلعوا على اهلهم عم بيشوفو اهل السنة طيب ما ناس اهل كمان اليوم ما حدا في زايد متل ما لمقلت الجيش لازم يقاتل قدام حزب الله اسرائيل طيب ما حدا يزايد على الجيش بالحرب بالحرب اليوم ما حدا في زايد على المواطن المقاوم اللبناني اللي هو عم بيخلق انشغال على جبهة شمالي اسرائيل جنوب لبنان ليخفف الضغط عن فلسطيني غزة طيب اذا حدا ابرى سؤال انا بدي اقاوم تقدر الاجهزة الامنية والجيش يقول له انت تضبضب اللبناني عم بيقاوم عنك انت لاجئ عنا وضيف وقف عندك وقلم نكون فتنة بدوامي يا محل ما سمعنا هالكلام من حدا ما سمع من حدا هالحد اللي عم بيحكي هو جنسان نوعين نوعا بيقول لا لازم بالمطلق ونوعا بيقول لا لوين اخلي يعني عم بتقلي انه بفتح حزب الله لجبهة الجنوب ليس فقط ساند غزة وانما حمى لبنان من انفجار كبير بالمخيمات الفلسطينية والسورية وغيرا واكيد هيدا رأيه هيدا كلام جديد كلام جديد ولكن انا مقتنع فيه لانه بعرف شو كان عم بيصير بقلب المخيمات طيب مع انت استمر الجبهة الى يعني بتسكر هي وغزة سوا ولا صار بيسوى مثلا تتسكر قبل بعد التنفيس هلا مانا هو يتحرب خاصة اللي عمل حروب انا قائد حروب انا كنت وزير داخلية وقت حرب الضنية وكنت وزير دفاع وقت حرب بنهر البارد وغيرا وكنت وزير دفاع بالالفان وستة الحرب ضد اسرائيل ما حدها ما انها هواية حرب وما تفكر كمان حزب الله صار رايح وثلاثمية وخمسين اربعمائة شهيد هاوي الحرب له السبب اكيد اي حل بيجيب شيء للبنان وبيجيب شيء لبلدنا وبيحقق لنا تحرير اراضينا المحتلة وبيرجع يرتب لنا وضع حدودنا وبيرجع كمان يفتح لنا باب على الغاز والنفض للبلد يرجع يستفيد منه ويرجع يخلق فرص عمل لكل الناس بالبلد ويحرك العجل الاتصادي انا مرحب فيه هيدا كله مربوط ببعضه مئة بالمئة خليناه على 1700 واحد لانه الوقت 1700 واحد ملعبك ملعبك تحديدا طيب خلينا لا ملعبك خلينا نفوت على بريك ونرجع سمتينة لنحن ونرجع لنحكي بال 1700 واحد اكيد بحن نحكي فيه كله بالمجمل ولكن في بعض النقاط اللي منحب نستوضحها ونحب لانه كيف نحطت بالاساس يعني نربطه بكم شغلة وبدياخد رأيه كمان بعمل وزارة الدفاع بعمل وزارة الداخلية المربوط فيها لمنف النازحين ايضا و ادبا من دار عندي موضوع وزارة الدفاع رأي وعندي موضوع وزارة داخلية رأي اكيد بريك وان اوت اهلا بكم من جديد اتابع هذا الحوار دولت الرئيس 1701 1701 كنت حتفك بروما لما وقع هذا الاتفاق واتفقت عليه شاركت بالسياف وعطيت رأيك وزارة الدفاع بوقتها عطيت توجيهاتك ايضا بهيدا الاطار 1701 هو قرار منصف للبنان ويحمل لبنان اكيد بالتوازي مع فلسطيني محتلة مع اسرائيل ولا كافتهم طابش اكتر لا بيحمل لبنان بيحمل ايه عندك اولا تقريبا 30 دولة مشاركين فيه وهو 30 دولة ما نو نقلال يعني هو بحبلش بفرنسا بايطاليا بإسبانيا وغيرها ألمانيا يعني هاي دول موجودة وهي دول موجودة وإلى فعالية إلى أصوات وإلى فاتو بمجلس الأمن يعني إلى صوت وفاتو بمجلس الأمن لها السبب كتير مهم لألف وسبعمية وواحد وإذا لليوم الجنوب من الألفين وستة لليوم بقي بهالهدوء يعني نحن بعدنا بيوقف عمليات عسكرية بعد ما صحيح يعني أنا بتقليلي تنفذ الألف وسبعمية وواحد بالكامل بقليك إسرائيل خرقته خمسة وثلاثين ألف مرة لهال ألف وسبعمية وواحد ومثل العادي ما في حساب وعم نشوف اليوم أطفال وناس عم بتموتوا ما في حساب صحيح خليني في نقاط معينة بالألف وسبعمية وواحد عم بيسير عليها نقاش هلأ أبرزة هي البند التامن يلي بيحكي عن إقامة منطقة بين الخط الأزرق والليطاني خالية من أي مسلحين أو ممتلكات أو أسلحة غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية وقوة الطوارئ الدولية المسموح بها طبقا للفقرة 11 وطبق كامل لبنودة فق طائف والقرارين 15 ساعة وخمسين و1680 يلي كمان بيطالبوا بنزع أسلحة كل المجموعة مسلحة هيدا النقطة هلأ في مد جزء انسحاب حزب الله إلى شمال الليطاني بيضلوا ولا ما بيضلوا هيدا النقاط هلأ الأكتر شيء الأبرز شيء هي هيدا نقطة كيف انوضعت بالأساس وشو كانت خلفية هي نقطة هاي أساسا صياغطة حلوي أما تنفيذة ومضمونة مختلفة رح أليك ليه شو يعني انسحاب حزب الله إلى مبعد الليطاني أنه مفروض المستوطنين بشمال إسرائيل جنوب لبنان يجوا أولاد الشمال بإسرائيل يقعدوا بالمستوطنات طبعهم وأهالي الجنوب وشبابها يخلق إلى مبعد الليطاني ما هني أغلبية مقاتلي حزب الله بالجنوب داخل الليطاني يعني عمليا بديك تخلي مين بديك تخلي ببيان إخلاقي ولكن هالناس عم تخلي ببيان هذا هو سنعم يحكوا المظاهر المسلحة يعني بيقدر ابن جنوب المقاوم يضل ببيته بجنوب بس ما معه سلاحه أنا مشكلة أنا ما بشوفها مشكلة أمام وقف حرب وأمام الأمور اللي رح دخول حزب الله بهاي المعركة تحديدا رح يتحققوا بعرف شوي ما بدي فوت فيها هلأ لأنه بتاخد وقت شو عم بينبحث مع أمو سوتسكين اللي عم بيسير والسفيرة الحالية مش هي قالتلي عم بسمع و المعلومات عندي بس ما حكيتني أسرارهم شو أنا أنصول عندهم بالصفاء أنه ما حد أعطي أسرار بس عم بحكي الجو العامل عندي أنه فيه بحث متقدم ولا بأس به له السبب يعني الانسحاب إلى اللي طاني بإعلان انسحاب ومبدأ وكذا ما بيوازي أنه تبقى الحرب وما بيوازي المكاسب رح يخذها لبنان يعني شو عم بتقوله لحزب الله مقابل أن توقف الحرب وياخد لبنان مكاسب هو قال بعد غزة منوقف ومنفف منفاور شي مكاسب كتير رح يخذها لبنان مقابل هذا الأمر يعني عم بتقوله أنه مش محرزي يعني المكاسب قوية لدرجة أنه بيت تحرز أنك تضحي وتنسحب لشمال اللي طاني أو تفرجيون أنك انسحبت لش هيك عم بتقوله عم بقوله المظاهر المسلحة اللي عم بيطالبوا فيها اليوم بتطبيق هذا الأراض ما بتحرز المكاسب اللي حققه الحزب بخوضه المعركة بالجنوب المكاسب الحققه أكبر بكتير من هذا الإعلان لو عم نقول إعلان فقط دون مكاسب بقولك لأ المكاسب كبيرة إذا هذا بساوي خمسة بالمية من خمسة وتسعين أو عشرة بالمية من تسعين بالمية تحققت مكاسب ضمن التفاوض لما بتقول هذه النقطة لما بتقول هذه النقطة أو أسلحة غير غير تلك التي تنشرها في المنطقة الحكومة اللبنانية يعني اللي بتقرر الحكومة اللبنانية يعني الجيش اللبناني طيب هذه المقاومة مشرعة في البيانات الوزارية موجودة يعني هي منى خارجي عن الشرعية الحكومية وشرعية الدولة فيتقرر الحكومة والله انه هيده شرعية هذه مقاومة شرعية وحق لنا فالتبقى كتير منيح يعني بيكون صار فيه رئيس حكومة لجنة حوار اتفاق جد على استراتيجية دفاعية ومن ثم بتقرر الحكومة شو مصلحة لبنان والدفاع عن لبنان ما بقعد فيه مشكلة هنا هل ترى انه الـ 1701 سيطبق قابل للتطبيق أنا برأيي لانه الحزب عنده مصالح والسنائة بالأحركة سنائة يعني الرئيس بري والحزب وحركة أمل عندهم مصالح كتير كبيرة بالجنوب والأهل الجنوب رح يحقق هو ما بعد هذه المرحلة وانا متفائل كتير على المرحلة اللي جاي ما بعد هيدا المرحلة تهى يقفوا على فقرة او نصف فقرة انا هيك بقول ضحقوا بـ 350 شهيد مش تيقفوا على كلمة المهم الطرف الآخر يطبق كمنا يعني المهم أن تلتزم إسرائيل أنا برأيي المشكلة هي أنه إسرائيل ما عم تلتزم توقف الخروقات والاعتداءات اليومية مش المشكلة اللبنانية شو عم بيعملو مشكلة 1701 بنص كمان على انسحاب المزارع شبعة وتلالك فرشوبة من هذه الأراضي المحتلة يعني لما نحكي بتطبيق إذن قد تكون عملية الانسحاب أيضا من ضمنه وشمال الغجار لازم لا ما بيكون ما بيصير فيه ما فيك اتفاق متل ما بديك مستعدة برأيك إسرائيل أن تنسحك من الأراضي المحتلة حسب كيف تخلص برفح كيف أنت تخلص برأيك برفح بمجدرة جديدة متل ما عم بيعملو وأنا برأيي بصرائيل خسرت مش مهم تدمري وتفوتي على ناس طيب أوكي هذا سنوار طلع عمل اللي عملو نتيجة 20 سنة أو 30 أو هذا من الحقن وال 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 طلعت هالناس عملت اللي عملتهم ردة الفعل كانت مئة مرة أكبر على المدنيين والأبرياء وكذا بدك تقاتل حماس هذه حرب عسكرية قتل الناس نتانياهو ما قتل حماس رفح إذا بدوا يعملها نتانياهو يبدو يبدو أنه رح يعملها رح تكون أبشع مجدرة بتاريخ البشري عم نحكي بمليون ونص نازح فلسطيني موجودين برفح وين بدون يروحوا ما فيه يروحوا سيناء ما حدا رح يفحح يتحقق ترانسفير لا ما بتقبل مصر لا ما بتقبل لأنه الرئيس المصري بيعرف إذا فتح الطريق بيكون عم بيتعاون بطريقة غير مباشرة لتهجير الفلسطينيين ونقلهم ترانسفير من خارج فلسطين وهذا شيء أنا بعرف الرئيس سيسي كيف بيفكر وكيف بيعمل ولا ممكن يقبل بهذا الشيء وقاله أصلا جيش اللبناني بموقعه الطبيعي في الجنوب ويقوم بدوره الطبيعي أي يعني كان متوقع ينتظر من الجيش اللبناني يعمل أكتر من هيك ولا عم يعمل اللي لازم يعمل كتير منيح وإذا لا سمح الله لا سمح الله أنا ما أفتكر بس إذا لا سمح الله في حرب الجيش اللبناني بده يقاتل قدام حزب الله وقال بيبطل عنا جيش مثل ما صار بحرب تموز بحرب تموز مثل القرار اللي بتخذ بحرب أخذنا القرار بالقتال لأنه بعض الحرب انتصرت المقاومة وبقي الجيش أما إذا الجيش ما قام بدوره وهذا شيء ولا ممكن لأنه قائل الجيش عم بيقوم بدوره كل يوم بيكون عنا مشكلة ساعدة حدث وأخاطب الآن ياس المر وزير الداخلية والبلديات السابق مي فجاري بور ما عندي معلومات سمعت وحللت هذا تحليل لو عندي معلومات أول واحد عطاها للقضاء لأنه في ناس ماتت في بيوت دمرت مبتاز مين فجر الور برأيك بتحليلك في أمبلين جاي من شي طيارة خبطت بها المخزن سببت بهذا الانفجار واللي عملها ما كان مقدر حجم المواد الموجودة واللي بده يصير اختفى عن الأنظار وما تباهب اللي عملو ما في أمبلة جاية أو صاروخ جاية من شي طيارة مين اللي بده مين عطي راضي عم بيخرق الأجواء نعم يعني إسرائيل أنا هيك بقول ما تباهب الموضوع لأنه أكبر من الحجم اللي توقعوا أكيد مشين هيك الدول المعنية كلها كانت نهارتها أقمارها مطفية ما حدا عطانا صور أقمار صناعي ليش سكت جؤال كبير ليش سكت حزب الله برأيك نعم ليش حزب الله سكت حزب الله برأيك ما بيعرف إنه إسرائيل فجارة لكي كور حزب الله من الأساس قال لأنه بلشت اتهامات الدور ثوب قال خلي الدولة اللبنانية تعمل واش بيتها وتكشف التحقيق مش شغلتي فيش تغل محله لأنه عنا شغلي بلبنان وأنا برأيي عم بتضر كتير كل ما نحكي كلمتين من فيش خلقنا بحزب الله طيب أوكي عم بلك مش مغروم فيون بس إنه كمان كل يوم كل يوم ما خلص إزهقنا من الخبرية خلونا نعيش مع بعضنا خلونا نجرب نبني دولة نحن وياهم ما فيك تبني دولة بلاهم وما فيون يبني دولة بلاك محكومين بالوحدة من إحنا أولاد بلد واحد من إحنا أولاد بلد واحد طيب دولت الرئيس شو رأيك اليوم بأداء وزارة الداخلية بلشت حديثة لي بلد بزرعة بلد فلتين أمنيان مفتوح على كل الإحتمالات سرقة نهب قتل تشليح فعلا يعني صار بخاف الواحد يظهر من بيته شو رأيك هل الحق على وزارة الداخلية ولا على لا التفليص اللي نحن فيه لا ما بعرفه ولا حكي معه ولا شي ما فيه حمله مسئولية هو ما له علاقة فيه له علاقة بالأمن وإله علاقة بضبط الأمن قوى الأمن الداخلي عم تعمل المكسيموم بس حجم اللاجئين وهالسرقات والمشاكل اللي عم بتصير أكبر بكتير صارت من حجم جهاز واحد يقدر يقوم بواجباته على الموضوع صار بده خطة كتير كبيرة لضبط الأمن بس بشكل عام أداء الداخلية كيف عم تشوفه بشكل عام بالمقدور عليه عادي عادي قد ما بتعطي إمكانات للدولة ولأجهزتها وللوزير قد ما بيعطي طيب هذا الوزير اليوم ما عنده رأي جمهورية حكومة مثل ما شايفه موجودة بالشكل بس بيقدر يعطي أدمع بيعطوه بس ما في شك إنه شخص محترم وإدمي هيت عم تشوفه بالإعلام وكذا ما في يحكي ولا كلمة ملف النازحين هلأ وملف النزوح كمان ملف الساعة وملف محطوط على الطاولة وحكي فيه دورة الرئيس نئاتي وقائد الجيش في الإليزاي في فرنسا وفي خطط عم تنوضع كيف لازم يتعالج هذا الملف ولو كان نالياس المر وزير داخلية كيف كانت عقا مع هذا الملف بديك تخلي بعد حدا ما يسبنا الليلي ليه طيب أنا ما كنت خليت ولا نازح يدخل على لبنان اف من الأساس من الأساس شو ما كانت الكل فيه شو ما كانت الكل فيه بس وشو كان لك كان القرار بييدك مش بييدك القرار أنا دخلت نهر البارد بيقرار مني وقلت لمجز وزراء إذا فشلت هاي دي المعركة استيقالتي قدامكم فحلي كلين كيف كان فيك ما تخليهم يدخلوا يعني ما فيه سوريا بلد حرب هربانين جايين يعني وحطت دكتور جاجا وبعض النواب عم بيقولوا أهلا بالنسحين ومش مليون ونص يكونوا عشر مليوين ومجمعة الماضي بجبال قيمة قيمة عالنسحين أنا ما بحكي كلمين أنا كنت منعت دخولهم لو بدوا تنزل السماء على الأرض وراح قليك ليش بروح باخرة من سوريا أو من لبنان فيها 30-40 نازح بيسمون البود بيبل هو الصفن بيوصلوا على شط مرسيليا أو على شط إطاليا بردون بيغرقوا بيموتوا بالبحر ما عم بيسمحوا لـ 30-50 لاجئ يفوتوا نحن بدأ نسمح لمليون ونص وقالها بتقوم قيامة الغرب علينا تقوم هذا بلدي وبدأ أحميه غزبا عنهم فيه مجتمع دولة كامل ما بتفرق معي بلدي أهم مجتمع بلدي أهم مجتمع الدولة فيك توقف أولادي أهم مجتمع الدولة أولاديك أهم مجتمع الدولة عم بيهددك ساعة بيهدد بعقوبات ساعة بيهدد بمواجه بيهدد لما بمنع الدخول بمنع الدخول يعني عم بتقلي إنه هاي دي الدولة ما فيه رجال ما فيه حدقت كلمته ما فيه ركاب عم بيقلك إنه هاي دي الدولة من ورا الكلام المزدوج مش مليون ونص سوري عشر ملاوين يفوتوا بدنا نحل عنه وأهلا بإدلب وأهلا بداير الزور مين كان فيه بإدلب لما كان دكتور جعج عم بيقول نرحب أنا شفته على الفيديو طبعا زياد الرحباني مين كان فيه بإدلب كان فيه داعش مين كان فيه بداير الزور كان فيه داعش شو هالحكة بنكذب عن الناس وعالمسيحيين بنخذون على الخراب بنخذون على التقتيل بنخذون على الدبح شو هالحكة هيدا كيف هيدو ينحل سريعا هيدا الموضوع بديفوت عبرك بينحل من هوني قلت إذا توفق سلايمين باك فرنجي هو الوحيد اللي في حله مع الرئيس بشار الأسد في أكتر من الرئيس بشار الأسد بهيدا اللعبين بس أساسي أساسي بريك وأعود لنتحدث بوزارة الدفاع ومسيحي مشرق العربي براحل فيكم جديد مشاهدينا بما تبقى لي من وقته لم يتبقى يعني بس أنه عم نتصلبط على نشرة الأخبار بدقيقتين بعد دولة الرئيس موضوع وزارة الدفاع بعرف أنه بينحكى كتير بهيدا الملف ولكن برح بجريدة الأخبار عملتوله زفة أخبار؟ عفوا بجريدة الجمهورية عملتوله مع كلمة حفظة عملتوله زفة لوزير الصدفة والتعامل بخفة كيف تقيم وضع وزارة الداخلية الدفاع وزارة الدفاع عفوا خلاص فدت الأمور بعضها كيف تقيم وضع وزارة الدفاع اليوم كمان بدي أرجع لك لو كنت وزير دفاع كيف كنت بتتصرف؟ لو كنت وزير دفاع أولا ما بتخانق مع قيد الجيش ولا مع المدرة كلهم اللي تابعين للوزير لأنه هو رأس السلطة تانيا مسكين هذا مسكين إنه مش حق إليه حق إنه ليه جيبوه هذا مسكين هذا مش وزير دفاع هذا مش موجود أنا بالنسبة إليه هذا بتتخانق معايد الجيش ببلد نحنا اليوم فيه بأزمة وبحرب وبكذا لو عندك عش تلاف مأخذ عليك بتأجل وبعدين بتحاسب مش هلأ كنت بتنزل بهيك ظروف وفريقك السياسة مقاطع بتحضر جلسات مجلسة مجلسة الوزارة؟ أكيد بحرب أكيد بأزمة أكيد أكيد ما عالشه أحكي جيش ما برد عوزير دفاع كيف أحكي هذا؟ وزير الدفاع اللي بفوت عوزارته إذا وزير بده يرجه في البلاد تحت إجريهم كل الضباط وهيروح يقعد بيته يعني غير راضي على الأداء الصغير ولا بدي شوفه ولا بدي قرأ عنه وبعاتب جريد جمهورية اللي كتبت عنه ما بيحرز لا هلقات هذا في مشكل شخصي يعني ولا بس الأداء ما بعرفه كنت حاطه بالمستشفى العسكري كنت وزير الدفاع بالطبابي بنادول وهذا عيب جاية قاتل أي الجيش ومخابرات الجيش عندهم سبع تلاف مصيبة فوق راسهم يروح يضبضب أرتوديكسيتك المشرقية العربية بدقيقة أرتوديكسيتي بسيطة كتير ورح نختم لك الحلقة هون إذا بتريدين ما بقى بدنا نخفض وقت الحركة حركة الجمهورية وإطلاقها بعد هاي المرحلة من أسبابه أنه يبطلوا المسيحيين وتحديدا الأرتوديكس جوائز طردية للأحزاب شو عم بيصير اليوم؟ بيجوا بدون يركبوا حكومي طيار الفلاني الطيار الفلاني الحزب الفلاني بدوا بعض وزير زيادة طيب أعطوهم للأرتوديكس عندي عتب كتير أنا على البطرك الأرتوديكسي أولاً 10 مليون أرتوديكسي في المشك العربي؟ نعم والأهم من هيك أنا عندي عتب على البطرك الأرتوديكسي اللي بها الفترة هاي دي تهمشت الطايفة الأرتوديكس من مؤسسين لبنان أرتوديكس هني من مؤسسين الاستقلال كان عندنا رؤسة الجمهوريات بأول هدب الأرتوديكس صارنا اليوم نحن جوايز ترضية شو الحكي هدا هده ماشي مرح أقبل فيه رح تشتغل على هدا بدي أشتغل بس على هالموضوع على الصعيد الأرتوديكسي أكيد عيب عيب نصفي جوايز ترضية وبرغش عند الأحزان ختاماً كل الجرايد مهددة وفي جرايد عم تسكر جريدة الجمهورية ستبقى على ورق وإلكترونية ولا رح تبحي فيها ما فيه ضحي فيها هي فيه الضحي فيه لأنه عندها استقلالية وعندها تنوع بفتخر فيه وعنده رئيس تحرير الاستاجهور سولاج كمان بفتخر فيه ورح تبقى وإن شاء الله لقدام وإن شاء الله بدأت توسع كمان لشهر الأوسط قريباً جميل هده بيطلب تحافز على السطاف وتزيده أكيد مهات؟ أكيد بدي أشكره كتير على هالإطلال الأستاسنائية دولة الرئيس لياس المر بنقلك أهلا بعودتك وأهلا برجعتك إلى السياسي على أمل أنه أن تنجز الأفكار يلي جايبة معاك مشاهدينا شكر كبير لألكم ولمتابعتكم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر